جهاز الكمبيوتو التوموغرافي او CT هو عبارة عن X-ray Based Imaging Method يعني طريقة تصوير طبي مبنية على ال X-rays الحاجة الاساسية للتفرق عن البلاين X-ray اللي انا متعودين عليه هي انها بتجيب لنا او بتعرض لنا cross-sectional imaging rather than projection imaging يعني ايه projection imaging يعني projection بتاعنا ان انا لما باجي اصور المريض بال X-ray الصورة اللي بتطالف في X-ray عبارة عن كل الاعضاء اللي ماشية في سكة X-ray superimposed على بعض او كلها يعني متركبة على بعض فمعنى كده لو في عندي جزء صغير من التيشو اللي عندي دوت في مشكلة وبقيت السكة اللي ماشي فيها ال X-ray دي كلها نورمل يبقى معنى كده يبقى فيه صعوبة جديدة بالنسبة لي لما جمع كل الحاجات دي على بعض ان انا اشوف التغيير الطفيف اللي حصل لي في المنطقة الصغيرة دي النتيجة لان هي تبقى basically diluted او حضيها في وسط الحاجات التانية الكتيرة اللي superimposed عليها فكروس اكشن الامجينج بيبقى لما بوصل الصورة بتاعتي بدل ما كان كل نقطة عندي في البرجيكشن امجينج بتعبر لي عن الانتجريشن او الصميشن بتاع كل النقطة اللي كان في سكة الشعاع بتاع ال X-ray لا في الكروس اكشن الامجينج كل نقطة بتعبر عن نقطة فعالية موجودة جولجس فدي طبعا بتفرق معانا جامد جدا لان احنا لو بصينا على كل نقطة من النقطة اللي موجودة ممكن نعرف اذا كان فيها تغيير او ما فيهاش تغيير وما بتأسرش عليها وجود نقطة جنبيها ممكن ما تكونش تغيرت فطبعا بتبقى بنسبة لنا افضل كتير جدا في التصوير طبعا ده الشكل بتاع مكة ال CT بيبقى عندي هنا حاجة اكلم عليها بعد شوية سميها ال Gantry بيبقى في عندي هنا تابل اوكي وبيبقى في عندي طبعا ال control panel بيبقى فيه مكان بقدر ان انا اصور به او المكان اللي انا بكونترول به الايه المكة نفسها انها تشتغل ازاي طبعا في اثناء الاكس راي بيطارها من المكة انا المفروض ان المكة تبقى محطوطها في قوضة مقفولة عليها وتبقى طبعا قوضة دي محطوط لها protection بحيس ان هي ما الاكس راي الموجود ده ما يطلعش برا او ما يطاردش دي الناس اللي برا القوضة بتاعت الاشعة الصور بتاعت ال CT زي ما احنا شايفين كده ممكن نجيب بيها cross sectional imaging لحاجة زي ال brain مثلا نصور بيها ال head مثلا ونطلع بيها صور بالشكل ده طبعا resolution بتاعت الحاجات دي بتبقى ممتازة جدا ممكن احنا نشوف بيها حاجات الحقيقة ممكن تبقى very valuable بالنسبة للايه دي ايه ممكن نصور بيها برضو ال abdomen ممكن تصور بيها كل حاجة دلوقتي الحقيقة يعني وبعد كده بقى في برضو بعض انواع من CT دلوقتي نقدر نحنا نخليها real time بحيس نقدر نصور بيها القلب كمان اوكي الاجزاء الاستياء بتاع مكان CT هي Gantry Gantry هي عبارة عن الجزء الكبير اوي اللي احنا شايفينه دوت اللي هو بيبقى زي ما احنا شوفنا في الصورة ال patient بيخش جوا عشان يتصور جوا الجانتري بقى نفسها بيبقى فيها x-ray tube واقصادها detector ممكن يبقى مور دن 1 x-ray tube وممكن يبقى مور دن 1 detector بس كلهم بيبقى موجودين هنا جوه الجانتري دي ويبقى قصاد بعض يبقى فيه x-ray tube مثلا هنا وفيه قصادها هنا detectors او set of detectors قصادها هنا حسب ال generation بتاع CT اللي بتاكلم عليه الجانتري نفسها ممكن في بعض المكن نها تميل المكن على الاقل اللي كان older generation كان بيسمح ان الجانتري دي تميله قدامه الورا علشان ممكن اقاير Ablique slice بدل ما acquire slice تبقى vertical كده في ال patient لا انا ممكن اقاير slice بانجل حسب الانجل بتاعت ال ايه بتاعت الجانتري دي طبعا patient نفسه بيبقى طبعا تبقى نايم على table والتابل دي هي اللي بتدخل ال patient جواه وتتحرك علشان تغيرلي المكان اللي انا بصوره في جواه ال ايه جواه الجانتري فيه مكان جمعين جواه الجانتري ده هو ده المكان اللي بيطلع الصوره و المكان ده حسب ما احرك الـ table بتاعتي ممكن اتحكم ان هو يكون في اي مكان من الـ patient اللي انا عايز اصوره فطبعا الـ table دي يعني باسيكلي بتألعه الـ patient ان هو يبقى maneuvered easily into position يعني بدل ما اطلب الـ patient ان هو يحرك نفسه لا ده انا بحركه انا بدقة شديدة جدا بحيث ان انا اخلي المكان بتاعه زي ما انا عايز بالضبط لو عايز اخد مجموعة من الـ slices ممكن برضو احرك الـ table دي بشكل يعني controlled بحيث ان انا اقدر اوصله المكان اللي انا عايزه طبعا هنعرف برضو فيها حاجة عندنا سبايرل CT الـ table يعني تبقى في غاية الاهمية في الـ spiral CT ده هي اللي بتعمل لنا الـ spiral CT يعني spiral CT ما هواش اساسا بيبقى تكنولوجيا موجودة هنا في الـ gantry لا ده هي بتعتمد اساسا على حركة الـ table الـ design بتاع الـ CT scanner ممكن ياخد كذا شكل بس عمتا ممكن احنا نوصف الـ design ده عن طريق احنا نوصف حاجة بنسميها tube detector projection system اوكي فباسيكلي ممكن يكون عندنا الـ projection system بتاعنا ده يبقى عبارة عن حاجة اسمها parallel beam projection فباسيكلي بيسميه parallel beam system ده بيبقى عندنا في الـ rays اللي ماشية بتاعت الـ x-ray كل ray قصاده detector وكلهم بيبقوا parallel لبعض وممكن احنا يبقى في عندنا system بيبقى في الـ beam of radiation بتاعنا شكله fan fan دي بتبقى عبارة عن حاجة زي المرواحة كده مرواحة بتاعت اليد اللي الناس بتمسكها كده دي بتبقى حاجة planer اولا يعني تبقى جوة plane وشكلها عاملة زي مرواحة عاملة زي sector كده زي sector في دايرة اوكي فدي بنسميها fan beam system يعني لها بنسكان برضو slice بس الـ slice دي بتبقى ايه واخد شكل fan يعني بيبقى x-ray pattern على الاقل x-ray beam نفسه بيبقى شكله fan النوع التالي بقى اللي هو دلوقتي ابتدى يخش في الاستعمال وابتدى يبقى applications كتيره هو الـ cone beam system ان عندنا الـ x-ray بيبقى طالع في شكل عامل زي كده cone عامل زي مخروط كده يعني بيبقى في عندي نقطة كده نقطة source بتاعتي وبيبتدى بعد كده x-ray اطلع في شكل 3 dimensional وبقدر scan بيه 3 dimensional objects يعني ممكن طالع بيه volumes فهي الـ cone beam ده هنعرف ان هو ده most efficient والريسنت most recent technology الحاجات الى زي البرا للبيم اللي بيبقى فيها الـ x-ray بيبقى collimated او بيبقى يعني بيبقى شكله وبنزبطه بحيس ان هو عامل حاجة زي pencil beam كده بيبقى حاجة زي خطر وفيع كده ده بيبقى least efficient اوكي ونلاقي ان ده خلاص ما بقاش موجود هنلاقي ان النوعين اللي موجودين دلوقتي هما fan beam والكون beam systems الـ generation throughout CT designs ابتدت من الاول حاجة اسمها first generation CT scanners دي كانت معتمدة على الـ parallel beam projection system كان بيبقى عندي بالضبط كده عبارة عن حاجة زي ده السورس بتاعي وده الـ detector وكان السورس بيبتدي يتحرك بشكل يعني translation كده بياخد شكل خطي كده بحيس ياخد عدد من الخطوط في angle معينة وبعد كده يلف ياخد عدد من الخطوط في angle ثانية وياخد عدد الخطوط في angle ثالثة وهكذا بحيس ان هيطلعلي في الاخر مجموعة من الـ projections من جميع الاتجاهات فكان عندي الـ X-ray beam أو X-ray source بتاعي والـ detector هما الـ الاتنين بيلفوا يعني بيتحركوا حركتين بيحركوا حركة translational كده عشان اجيب عدد من الخطوط في كل angle وبعد كده بحركهم حركة دائرية بقى عشان ايه اجيب angle ثانية طبعا النتيجة اللي انا بعمل حركتين حركة translational وحركة rotational الـ الاتنين ده بيبقى عندي مشكلة الحقيقي انا بيخلي الوقت بتاع الـ acquisition بتاعي very very slow يعني بكلم على خمس دقائق لكل slice طبعا ده جاي نتيجة لان انا عندي الـ source بتاعي اللي هو الـ X-ray tube بتاعتي تعتبر تقيلة والـ detector action ما هواش خفيف برضو انا باضطر ان انا احرك الـ 2 دور relative لبعض وطبعا عشان احرك حاجات تييلة بالشكل ده واخليها تثبت في مكانها عشان اصور بعد كده اخد exposure وبعد كده احركها تاني وبرده اخليها توقف في مكانها تثبت وبعد كده اخد exposure تاني الكلام ده الحقيقي مع الـ inertiaes العالية اللي هي بتاعت الحاجات دي بتاخد منينا وقت جامد جدا فالجزء بتاع الـ mechanical system بتاع الحركة بتاع الـ X-ray tube والـ detector في الـ generation الاولانية دي كانت الحقيقي بس طبعا نحن نتكلم على حاجة في السبعينات فطبعا الكلام ده كل ان احنا نحصل اصلا على cross sectional image ده كان اصلا انجاز وكان خمس ده اساعتها كانت مش وحشن طبعا لما بتكلم ان انا هتطر ان انا اخد مثلا مجموعة 20 سلايس خمسين سلايس حاجة زي كده من اضرب بقى العدد ده في الـ 5 minutes دي عشان نحصل على الـ time اللي احنا بنحتاجه عشان نعمل سكاني طبعا ده كان وقت كتير جدا بس كان ساعتها acceptable ان التكنولوجي كانت فعلا كانت ساعتها لسه break through يعني وكان ناس متقبلة العيوب بتاعتها دي اللي حصل بعد كده تطور اللي حصل بعد كده الناس فكرت ان احنا بدأ ما نستعمل pencil beam بدأ ما استعمل ان كل X-ray source اطلع منه line واحد بس يعني حاجة رفاية قوي واحدة بس كده لا انا ممكن اطلع منه حاجة شكلها فان صغيرة وكده الفان الصغيرة كده اللي بيحصل فيها ان احنا بنـ acquire data من الـ object بتاعنا اكتر شوية من اللي كنت بـ acquire بـ single line يعني لو خليت عدد الـ detectors هنا مثلا ساي من ثلاثة الاثنين وخمسين detectors يبقى معنى كده انا خدت data اكتر بالرقم ده عن الحل الاولان فمعنى كده ان انا دلوقتي ما بقيتش محتاج دلوقتي ان انا امشي بخطوات صغيرة هنا بقيت ممكن امشي بخطوات ابعد شوية يعني خلي عدد الـ translation ده اللي محتاجة هنا تبقى اقل فبالتالي ده اثر معي جدا ان انا بقى الوقت بتاع الـ acquisition بتاعي بقى اسرع لان انا ما بقيتش محتاج هنا امشي كل خطوة او امشي خطوات كتيرة لا بقيتها امشي خطوة تبقى كبيرة شوية فزي ما كنت بقول لكم حكاية ان انا ابتدي الحركة بتاعت حاجة الانيرشي بتاعيتها كبيرة واقف لغاية لما اثبت وبعد كده اخد exposure دي كان بتاخد وقت فكل ما قللت عدد الحركات اللي في الـ translation ده كل ما كان عندي طبعا الـ efficiency system تبقى احسن كتير فاللي حصل هنا ان احنا عملنا عدد الـ او عدد الـ exposure اللي احنا بنحتاجها عشان ناكواير الـ data اللي نكون بها الصورة فعشان كده ده بقى بقى faster عن الايه؟ عن بقى الـ first generation بس تيل برضو الحقيقة ترامى فيه translation and motion ما انادرش اقول ان هي برضو الـ process بقت اسرع بكتير بقت اسرع بس ما بقتش سريع كفاية الثيرت جنريشن بقى ابتالة الناس تقول طب خلاص احنا عددين بقى نلغى الـ translation and motion خاصة فبقى عندي ده الوقت الـ system بتاعه عباره عن source واحد وبيطلع كل الـ x-ray بتاعه ما بعملهاش اي محدوده في مخليه زغير لا مخلي انها بتطلع الـ x-ray في dimension او في انجل كبيرة والانجل دي اكشوري بتكوفر الـ patient كله وحاطت قدامها عدد كبير من الـ detectors بحيث ان انا اقف مرة واحدة في الانجل دي يعني اخد اعمل exposure واحد اجيب كل الخطوط دي وبعد كده انا على انجل تانية او تالتة وربعة وهكذا فانا دلوقتي لغيت خالص الـ lateral movement او اللي كانت موجودة بقى عندي الـ rotation بس هي اللي موجودة وبقى عندي الـ detectors بقى اللي موجودة اللي هي اللي عندي هنا دي ممكن توصل لغاية الف detectors فبقى الحقيقة قدرت ان انا اقل الخالص الوقت اللي انا محتاجه عشان اعمل الـ acquisition بقى عندي هنا من كل الـ angle بيجيلي الف equation اوكي والالف equation دول خلولي بقى ان انا محتاجش ان انا اقف كتير حتى في الـ angles بحيث ان انا ممكن اوصل الـ time بتاع الـ slice بتاعتي بقى 5 seconds per slice في الـ third generation فده طبعا يعتبر عن 5 minutes per slice فده طبعا احسن بكتير حقيقة وطبعا وفر علي مجهود ان انا ايه؟ ان انا يعني بدل ما اتطر ان انا اخلي الـ patient موجود عندي في المكنة فترة طويلة بقى دلوقتي بقى much more efficient ان انا استعمله بالشكل ده المشكلة الحقيقة اللي لسه موجودة هنا ان انا دلوقتي الحاجة اللي بحركها فيها source وفيها مجموعة الـ detectors هما الف detectors دول بقت الحقيقة تقيلة يعني بقت الحقيقة الجزء اللي هو بتاع اللي هو الحاجة اللي انا بطر ان انا احركها بقى جزء ما هواش خفيف والـ inertia بتاعتها زي ما قلت قبل كده بقى تقيلة جدا فعشان كده الحقيقة انا محتاج ان انا اعمل حاجة عشان اخلي الحاجة اللي بحتاج ان انا احركها في الـ rotation and movement تبقى as light as possible ده الحقيقة عملناه في fourth generation اللي حصل فيه كالاتي انا احنا اقولنا بقى ان احنا بدلا مع انحرك source ونحرك detectors مع بعض يبقى في عندي combination كده source و detectors يعني كده مع بعض في structure كده والـ structure ده بيلف لا ده انا مش اعمل كده خالص ده انا دلوقتي هخلي في عندي stationary ring يعني حوالين اللي هو gentry بتاعتي دي الفتحة الموجودة عندي في gentry هحط ring of detectors يعني الـ detectors هتبقى موجودة و ثابتة ويبقى عندي source هو اللي بتحرك جوه يعني source بتاعي يبقى هنا كده وبتحرك جوه الـ ring دي فهو مكان ما هيوقف هيبقى في عنده مجموعة detectors قدامه من الـ ring اللي هي السابتة اللي موجودة عندي هنا دي فانا بالشكل ده الحقيقة اللي عملته ان انا خففت الـ inertia بتاعة بتاعة الحاجة اللي بتتحرك فدي سهلتلي بعد كده ان انا اقدر احرك الـ source الواحد وكده بشكل ابسط بكتير وبشكل اسرع بكتير الحقيقة في نفس الوقت فعشان كده احنا بنسمي fourth generation CT scanner دي منسميها rotate fixed scanner rotate معناها ان الـ source بتاعي rotate بيروتات وفكس معناها ان الـ detectors بتاعي ايه كلها فدي طبعا دي دي تقريبا من احسن حاجات اللي هي موجودة وده الـ regeneration اللي موجودة دلوقتي حالا دي لما بكلم على fan beam CT scanner بتكلم على ان هو بيشتغل بالشكل ده بالظبط بمقعد الـ detectors كلها على الـ يعني واخده ring كده stationary حوالين الـ opening اللي موجودة في والـ source بس هو اللي بيتحرك الحقيقة التكنولوجيا بتاعة CT وصلت الـ photo generation دي على اواخر التمانينات مثلا وبتدى بعد كده ابتضح للناس او ابتدى الناس تحس ان الـ technology بتاعة CT مش راحة في حتة يعني وصلت خلاص لاخر حاجة تده توصل لها وما ادرش ان انا سرع زيادة عن كده وما ادرش ان انا مثلا انا يعني ما كانش واضح ساعتها ان الـ CT هيبقى لها future وخاصة مع ان في الوقت ده اللي هو في اواخر التمانينات ده ابتدى الـ MRI يطلع وبتدى الـ application بتاعته تنافس الـ application منحترف الـ على الـattan م情حة انặtية الـ موضوع التقلم بين taking over موافق كثير منمممmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmb وخاصة ان الـ طبعا يعتبر هيبقى كارسنوجريناك لحد Commodore فدلوقتي فالمحد يجعل التقليل تقليل سن结евич والناس هاهتم به قوي إسمعها من الأساس من الـ Builds دي بتعمل حاجة لطيفة جدا بتسكن فوليوم على بعضه في وقت اقصر بكتير جدا من الوقت اللي انا كنت بحتاجه وانا بسكن الفوليوم ده باستعمال العادي اللي هو الفورس جنريشن سي تي. الفورس جنريشن سي تي عشان يسكن فوليوم كان اللي بيحتاج اللي يعمله انه هو يأكويرت سلايس باي سلايس يعني ايه سلايس باي سلايس? يعني ان انا كنت بجيب البيشن بتاعي احطه على التابل وهرك التابل دي جوه في مكان معين واخد صورة. بعد كده التابل تتحرك بستاب صغيرة مثلا سانتي ولا حاجة واخد صورة تانية واحرك كمان سانتي واخد صورة تالتة فكل مرة بحتاج ان انا اخد سلايس زيادة بحتاج ان انا حرك بحرك الاس في الجنتري بستاب محددة واستانة غيرت لما تثبت عشان ما ينفعش ان يكون في اه كويس واخد صورة وبعد كده اخد الصورة اللي بعدين فالمشكلة في حاجة زي كده في ايه بقى? مشكلة في كذا حاجة الحقيقة ان احنا ممكن ان احنا اول حاجة بتاعنا ما هوش صغير بيبقى كبير فممكن الدكتور بعد ما اعمل دوت يلاقي اللي هو عايزه بين 2 سلايس فعشان يبص عليه بوضوح مش قادر يبص عليه في السلايس الاولية ولا التانية يعني هي حاجة في النص بينهم فالنقطة لو هو عايز يجيب المكان دوت عشان يعمله سكاني بطريقة او يبص على الحاجة اللي هو عايز يبص عليه بطريقة اوضح مكانش عنده طريقة غير ان هو يعمل سكانيج تاني فدي اول حاجة الحاجة التانية طبعا نتيجة الانيرشية بتاعت التابل ان التابل دي عليه البيشنت البيشنت ممكن مسلا يكون تمانين تسعين كيلو مسلا ولا حاجة فبنتكلم برضو ان هو عشان تتحرك التابل وتابل نفسها هي نفسها هافي عشان تتحرك تخش جوه وتثبت ده كان برضو بياخد وقت فكان الكمبيناتش من الاتنين دور خلوا ان في بطء جديد جدا ان انا اكواير وابتدى ساعتها الناس في الوقت ده تتكلم على فوليومز اللي فعلا في حاجات كتيرة جدا ما اقدرش ابوص عليها في سينجل اميج انا بالنسبالي لما بكون بسكان حاجة انا بكونش عارف المشكلة فين انا عايزة اسكان الاريا كلها وابتدى ابوص بعد كده اشوف الحاجة اللي انا عايزة شوفها بعد كده اوفلاين فالنقطة الناس فكرت فيه الحقيق بيعملوا فكرة بسيطة جدا ان انا دلوقتي بعمل الفان بيم سكانيج لانا كنت متعود عليه في الفوتو جينريشن يعني بيبقى عندي السورس بيلف وديتكتورز موجودة سابتة زي ما انا كنت عامل قبل كده ومش بس كده التابل بتتحرك جوه الجانتري في نفس الوقت فده افكتب لي كده بيعمل لي حاجة زي سبايرال سكانيج يعني ده لو انا بسطها على التراجيكتوري بتاعها بالنسبة للبيشن هلا ان التيوب دي بترسم سبايرال تراجيكتوري حوالين البيشن كده اوكي الميزة بتاع تراجيكتور ده في ايه ان انا ممكن ان انا اجنريت بي اي سلايس انا عايزها يعني هناك اجنريت طبعا اول حاجه ثري دي ديتا ساتز. يعني ا اخد مسلا سلايس فيها او اكون بتاعة بتاع السلايس اللي انا عايز اكونهاو اعمل لها وبعد ما اعمل لها اقدر ان انا recession معنى كده ان انا اخد صلايس سلايس فى مكان ما كنتش واخدها قبل كده. يعني لو كنت ماخد عند واحد سنتي واثانين سنتي وتلاته سنتي و hired too but i Eve prophecy اقدر ريكونستركت اللي عنده واحد ونصف سنتي فدي طبعا ميزة كبيرة ان انا افلاين بالديتا اللي عندي اقدر ريكونستركت اي سلايس في اي مكان في الايه اي مكان في الفوليوم كله فدي حالة المشكلة اللي كانت موجودة في الايه قبل السبايرل سيتي بالاضافة للحاجة الاساسية طبعا ان كون التابل بتتحرك بطريقة منتظمة كده وهي دخلة جوه دي بتخلي حقيقا الانيرشيا بتاعتي ما خلاص بقى يعني شلت المشكلة دي خالص مشكلة الانيرشيا دي بقى السكانينج اسرى بك كتير جدا 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 من قبل كده ابتدت الناس بقى تتكلم يعني اول اول سبايرل سيتي طلع كان بيستعمل يعني سينجل اكس ري سورس وان سات اف ايه ديتاكتور اللي هي الديتاكتور السابتة اللي كانت موجودة في الفولت جينيريشن ابتدت الناس بعد كده بقى عشان تصرع اكتر واكتر ابتدت يحطوا ان في عندي ملتيبل روز اوف سورس وديتاكتور يعني بدل ما يبقى عندي هنا سينجل سورس كده لا بيبقى عندي كذا سورس كده جنب بعض وكل واحد في بيسكن سلايس بحيث ان انا في نفس الوقت بكون باجيب كزا سلايس او اكني باخد الاساسي اللي انا بعمله سكانيك ده وبقسمه الكزا سب سبيرل كده بحيث نعملهم كلهم في نفس الوقت فممكن اكشوري في المالتي سلايس ده موجود دلوقتي ده التكنولوجيا الموجودة دلوقتي فعلا في الدنيا اللي بنستعملها لطلقتي رح يشتري سبيرل سيتي هيلاقيه مالتي سلايس بنتكلم ان ممكن يبقى عندنا مسلا عدد من الروز مسلا من 8 إلى 34 ممكن يبقى اكتر كمان من كده بحيث انا اقدر اكوير الفوليوم بتاعي في وقت قصير جدا 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 كل ما زودت عدد الروز بتاعتي كل ما خليت الـ parallel acquisition بتاعي بيبقى يعني الـ rate بتاعه اعلى كل ما قللت الوقت بتاعي بقى ايه بقى اقل بكتير فكده في المالتسلايش CT الحقيقه ممكن احنا نوصل ان يبقى عندنا سكانيج الـ real time real time معناه ان انا فعلا يعني اه يعني لو انا زودت عدد الروز قوي بقى يبقى ممكن انا لو انا عندي الفوليوم بتاعي بيقع ويبقى وذين الـ range بتاعي المالتسلايس دول المالتسلايس او مالتسلايس دول انا ممكن افضل اكوير فيه طول الوقت كده ويبقى فعلا يعني يعني ممكن اطلع حاجه تبقى real time image او real time volume من الـ patient من غير ما انا اضطر ان انا اعمل اي حاجه زيادة فطبعا دي حاجه يعني اكمبش مجامل جدا وبتدى يبقى لقى application او دقة الـ application ما كانتش موجودة قبل كده في الـ spiral في الـ CT زي مثلا cardiology مثلا بقى فيه application cardiology بقت مهمة جدا بقى في عندنا دوقتي الـ virtual investigation مثلا يعني بعض الحاجات اللي هي الـ virtual investigation مثلا لبعض الحاجات اللي بده ما اعمل catheterization مثلا بده ما اعمل اصطارة القلب بقى في عندي virtual catheterization للقلب بقى اتقدر اخش جوه او اطلع صور للقلب بحيس ان انا اقدر اعمل فيها navigation عشان اقدر اشوف فيها الـ vessels بقى اتشكلها عامل ازاي بقى في مجموعة applications كبيرة جدا بتدى تظهر معها وظهور التكنولوجيا اللي بعد كده الحقيقة اللي بتدى يبقى لها وجود دلوقتي برضو وبلاها اهمية الحقيقة على القلب دلوقتي موجودة في الاسنان كتير يعني في التطبيقات بتاعة الاسنان كتير اللي هي الـ cone beam spiral CT الفكرة بتاعتها بقى ان انا دلوقتي دلوقتي انا بحتاج ان انا يبقى عندي multiple sources جنب بعض كده وكل واحد فيهم بيسكان او بيبقى collimated عشان يعرض او عشان يسكان بس يعني single slice فده طبعا بيبقى فيه مشكلة ان انا الـ collimation اللي بيحصل ده او التقليم الـ X-ray اللي طالع دوت بيخليلي اللوسز بتاعة الـ X-ray هنا تبقى كبيرة جدا انا دلوقتي بحد الـ X-ray داخلها دي انها تكون في single plane اوكي فلو انا بقى اخدت الـ X-ray source بتاعي وخليته سمحت له بقى ان هو يطلع الـ cone بتاعه الـ cone بتاع الـ X-ray radiation بتاعه زي ما كان مفروض يطلع انا ممكن دلوقتي بدل ما احط هنا multiple slices انا ممكن احط هنا one single source ويبقى عندي هنا multiple rows بقى وهو بيعملهم اسكان كلهم مع بعض يعني هو يسكان volume بايه بـ single source اوكي فده الحقيقة في ميزة ان هو يعني ممكن احنا يعني نسكان او نطلع عدد من الـ equations كبير اوي بـ single source اوكي وده طبعا بيعمل ممكن يعمل ممكن يطلع الـ 256 صورة او ملوهم مع صحيح في نفس الوقت فده طبعا حاجة مهمة جدا باضافة للحاجة التانية اللي احنا قلنا عليها ان ما فيش فمعنى كده ان انا بحتاج لس باور اوكي فده طبعا بيوفر فاستر وهي رزولوشن اسكانيج للايه للسيتي التكنولوجي جديد حقيقة ابتدت تبقى موجودة زي ما قلت في الجزء بتاع الاسنان بقتلوقتي انتشرت في الاسنان لحد كبير يعني انا متوقع ان هي تبقى لها applications في كل الايه في كل الـ medical يعني radiology uses الحقيقة لما احنا بنعمل reconstruction للصورة لازم ما تساءل كده هي الصورة اللي بتعبر عن ايه اولا اوكي هي الصورة اولا بتعبر عن attenuation coefficients يعني بنعرف x-ray attenuation او بطلع map للx-ray attenuation الموجودة جوه الجسم طب دلوقتي الوحدات بتاعتها ايه الحقيقة الوحدات بتاعت x-ray او بتاعت CT اول حاجة ان نبقى عارفين ان الصورة بتاعت CT دي absolute absolute معناها انها مش relative لما بيكلم عن ultrasound الصورة بتاعتها relative مقدرش اقول ان رقم ده لو عملت له scanning بعد شوية هيطلع نفس الرقم لا مفيش حاجة اسمها كده في الـ ultrasound ولا حتى الـ MRI الـ MRI مش relative برضه اوكي الـ x-ray CT ده absolute values يعني بمعنى ان انا اقول النقطة دي نقطة دي مثلا هنا بكذا يبقى لو عملت له scanning بعد كده اي scanner تاني هيطلع لك نفس الرقم اوكي الارقام دي بنسميها يعني محدود على اسكيل اسمه ounceful units اوكي ounceful units دي بتبقى بتبقى يعني الـ definition بتاعها ان هو يعني بسميها CT numbers اولا اوكي هي عبارة عن الف في الميو بتاعت النقطة ناقص ميو بتاعت الـ water على ميو بتاعت الـ water اوكي دي بتعملي scale من minus 1000 للـ air اللي هو الـ air لو حطيت deep 0 الوقت لو حطيت deep 0 في اللي هي القصدي الميو بتاعتي deep 0 يبقى معنى كده بقى عندي ناقص و ناقص ميو وووتر على ميو ووتر يبقى معنى كده دي ناقص واحد في 1000 يبقى ناقص 1000 فلو عندي ميو بتساعت صفر اللي هي air لو عندي مسلا جواللانجس ولا حاجة هلاقني دي بتساعت ناقص 1000 لو عندي bone bone بقى بيبقى ممكن يوصل لغاية 3000 يعني الفرق في الـ attenuation بيبقى كبير او يبقى ممكن يبقى مثلا نتكلم على اربع اضعاف الـ water فمعنى كده الفرق ده يبقى ثلاثة فثلاثة في 1000 يبقى 3000 اوكي فباسيكلي احنا بالنسبة لنا يعني لازم تبقى عارفين ان كل نقطة في الصورة هي بتعبر لي يعني attenuation coefficient بتاعي بيساوي كم يعني هنا لما ببص مثلا الصورة دي يلاقي الصورة اللون بتاعها ابيض يبقى معرا كده اللي هي attenuation بتاعها عالي لما ببص عليها لقيها لونها اسود يبقى معرا كده attenuation بتاعها قليل يعني الارياز اللي برا الجسم دي اللي هي هوى بشوف ان attenuation بتاعها بيبقى يعني قليل يعني قريب من الايه ناقص 1000 النقطة بقى ان احنا دلوقتي الـ range بتاعنا العرقام اللي بتطلع علينا في الصورة زي ما احنا شايفين كده من ناقص 1000 ال3000 هل احنا عندنا display لو انا جبت اي monitor في الدنيا هل في عندنا اي monitor range بتاعه بيبقى 4000 يعني ممكن يعرض 4000 range of gray scale الحقيقة كل المونتور الموجودة حاليا في التكنولوجي الموجودة حاليا في الدنيا هتلاقي ان هي لها 8 bit of resolution في الايه في gray scale يعني ما تدرش طلع لي اكتر من 256 gray scale أو يعني level في gray scale فالمشكلة في ايه بقى دلوقتي انها دلوقتي عايزة map range كبير او بتاع المشكلة في ايه بقى لو انا عرضت random لكده ممكن في حاجات تختفي لو انا عرضت الحاجات بتاعتي يعني يعني بشكل عشوائي كده ممكن يطلع لي مثلا ان كل التفاصيل اللي هنا دي مش موجودة اوكي يعني فنقطة ان في ناس فكرت في حاجة اسمها windowing اوكي اللي هي التكنولوجي بقى windowing دي فكرتها ان انا باخد range من الاونس في اليونتز دي وعمله mapping بشكل controlled باختيار الدكتور نفسه باختيار الطبيب نفسه بحيث ان انا اعرض الحاجة اللي انا interested فيها ازاي الكلام ده انا دلوقتي لو انا جيت وقلت ان انا عايز مثلا ابص على blood vessels الجوة اوكي ال blood vessels هي قريبة من الووتر اوكي لو بصينا هنا على الووتر لو انا حطيت هنا ميو ووتر اوكي يبقى ميو ووتر مايس ميو ووتر تبقى صفر يبقى معنى كده city number 0 ده بيعبر لي عن الحاجات اللي شبه المية فنلاقي soft tissues كلها حوالين zero اوكي الحاجات اللي لها علاقة بال bone هنلاقيها توصل 3000 والair توصل اقل اللي بقى توصل negative ارقام كبير فدلوقتي لو انا اخترت range بتاعي يبقى حوالين zero يبقى معنى كده انا هبصى على الحاجات اللي فيها soft tissues اوكي وعلى هذا الاساسا ما بال range اللي انا بختاره الرانج ده بتعرف ب center ويتعرف ب width اوكي فهنا المثالين اللي قدامنا دول هم عبارة عن مثالين لل windowing ده معمولين عن different windows يعني المثال الاولاني دوت واخدين center بتاعنا ناقص 600 والwidth بتاعنا 1600 اوكي يعني center بتاعنا هنا عندي ناقص 600 واخدين هنا 800 وهنا 800 يعني معنى كده ان انا دلوقتي 800 داخل معايا فيها zero اوكي فاللي بيظهر لي هنا بيظهر لي البون بطريقة واضحة بيظهر لي كله لونه ابيض طبعا احنا ناخد range بتاعنا ده اللي هو بتكلم عليه هنا ده ال above النقطة دي بخليه 255 والبلون النقطة دي بخليه zero اوكي فمعنى كده ان انا بتكلم على نقص 600 زائد 800 اللي هي نص ال width دوت هيبقى كام؟ هيبقى 200 من اول 200 لغاية 3000 بيبقى لونه ابيض اوكي واللي اقل من كده بيبقى لونه اسود اوكي اللي اقل من ناقص 600 ناقص 800 اللي هو ناقص 1400 بيبقى لونه اسود طبعا مش محتاجين نوصل لغاية ناقص 1000 بس طيب الصورة التانية دي بقى واخدين ال c بتاعتنا بتساوي 50 وال width بتاعنا بيساوي 350 لما احنا عملناها بالشكل ده كده احنا باسيكلي خلناها centered حوالين الحتة اللي فيها ال soft issues وبس يعني هنا 50 دي زائد 350 على اتنين لها مثلا 200 يعني عند 250 فاكثر هنلاقي ان لونها ابيض و 50 ناقص 200 و 50 لها ناقص 200 يعني اقل من كده هنلاقي انها بقت ايه بقت لونها اسود فهنبص هنا كده نلاقي ان ال blood vessels بقت باين قوي blood vessels كانت موجودة عندنا هنا في التيشوت بتاعتنا وهنلاقي ان الحاجات اللي زائي البون مثلا موجودة عندي اللي هي rips مثلا هنلاقي ان هي شكلها بقى واضح هنا ان هي ايه ان هي بقت لونها ابيض اوكي والحاجات اللي فيها برضو البونز هنا نفس الكلام والبون هنا نفس الكلام والحاجات اللي فيها هوى نتيجة ان كل بيكسل الموجودة عندي هنا بيبقى فيها هوا ومية يعني هي اللي بوص عليها في الصورة دي هي عبارة عن نقطة فيها جزء فيه blood vessel وجزء فيه هوا فالابرج بتاع الابنين هيطلع قليل مش هيطلع كبير اوكي هيطلع مثلا في الحاجات القريبة من ناقص 600 مش هيطلع مثلا عند زيرو اوكي فعشان كده الجزء ده كله طلع لينه اسود اوكي فما بليش حاجة خالص بتغيير السنتر وتغيير الوث اللي بتكلم عليهم دول بدون تغيير الول ε pawage اللي هوى من ناقص 1000 إلى 3000 ممكن ناطلع على على صور مختلفة جدا من نفس الصورة من نفس الاضاف ك pulver فهي ميزة كبيرة جدا من نسبة للطبيب ان هو ممكن يغير ال sketch الي بيضاح عليه علشان يقدر به انوى يعني مرة يبص على الحاجات الي شكلها يعني كنش ممكن يبص على الحاجات الي شكلها pancake istical ��كicing ممكن يغيرها بشكل فليكسبل. وطبعا احنا عندنا بالنسبة للدكتور بيبقى عند السنتر والويت دول بيبقى عاملين زي كونترس والبرايتنس بتوع الدسبلي العادي. هو ممكن يحركهم كده يعني مغير ما يكون بيبص على ارقام مغير ما يكون بيحدد هو ارقام. او بيكون في بي ساتس موجودة عنده على الدسبلي بتاعه بحيس انه هو يعني يبتدي من ال بري سات اللي هو بتاع الصوف تيشو او بتاع البون او بتاع كزا. ومنه يبتدي يغير اوكي. بس عمتن بتبقى عنده كونترولز بحيس ان هو يقدر يغير الاتنين دول لغاية لما يشوف الصورة اللي هو عايز يشوف. اوكي. الكلام ده زي ما بقول فيه ميزة مهمة جدا ان من نفس الصورة اقدر اشوف كزا كونترس ودي حاجة مش موجودة الحقيقة في في مودالز كتير. نبتدي الكلمة على الستيتي في مكان. انا محتاجة اعمال ايه? اول حاجة لازم الارضيات تستحمل لود. اوكي? ولو هي مش بتستحمل لازم بيتعمل لها بعض الحاجات علشان تقدر تستحمل اللود دوت. اوكي? يعني مسلا الناس بتبصوا تشوف الكاميرات اللي ماشية في الارضة عاملة ازاي? وممكن تحط حواليها مثلا حاجة زي ستيل بليتز كده بحيس ان الاماكن تحط عليها تاخد اللود بتاع السيتي وتوزعه في الاخر توصله الكاميرا. او ممكن بعض احيان بيحطوا بعض بيعملوا بعض الحاجات للارضيات دي من تحت بحيس ان هي تقدر ان هي تستحمل الايه? تستحمل المحضوط عليها فوق من السيتي. اوكي? فطبعا احنا يعني بنكلم على الحاجات دي كانت زمان بتركب بس في الادوار اللي هي الارضية. الادوار اللي هي مسلا تحت خالص اخر دور تحت خالص على الارض مباشرة. دلوقتي الحقيقة الناس بيتركب الحاجات دي في ادوار عليا. يعني في حاجات ممكن تركب مسلا في دور التامن دور التاسع في حاجات زي كده. فدي طبعا حاجات ابتدى يبقى في تكنولوجيز يعني تسمح ان حاجات تتعمل دلوقتي. الحاجة التانية ان الحيطان بتاعت المكان لازم يبقى فيها اكس ري ابزورب الماتيريال. دي عادة بتعمل زمان بترسيس يعني تحط الواح رصاص. ابتدى دلوقتي يبقى في حاجة اسمها باريان بلاستر. ده بقى حاجة ممكن انها تتلزق على الحيطة او ان هي ممكن ببقى الحاجات بعض البينتز حتى ان هي تتدهم بها الاوضة ممكن ان هي تعمل الفنكشن دي. عموما لازم منها في كل احوال لازم يبقى فيه عملية عزل للقوضة علشان الاكس ري اللي موجودة فيها ما تطلقش بره. الحاجة التانية ان الاوضة نفسها في الفلورز بقى الاوضة او الارضياء بتاعت الاوضة لازم تبقى انتسليب وانتستاتيك. ده الحاجات دي طبعا دي نعتبر يعني اساسيات في اي مستشفى اكشوري. الارضياء لازم تكون انتستاتيك وتكون انتسليب. بيبقى فيها عندنا طبعا القطين. يعني الاكس ري نفسه او ت vocêط نفسه بتحط في غرفتين مستقلتين. في اوضة بيبقى فيها الår الاكس رينافسه الي هو الماكنا نفسها. الارضياء والتابل. وفي اوضة تانية. اللي هي. بتبقى بقى ايه? الواحد acab. يعني ده اقعد كل الوقت. وباسم حاجة زي زي مرسص كده بحيس انه هو يمنع. الي هو. دو احد على الآخر لك بيتعرض لي. ده اقعد طول الوقت. وباسيكلي لو هو بيتعرض من كل بيشنت لدوز صغيرة بيبقى عنده طبعا مشكلة ان هو بيكوميليات الدوز يعني وانس احنا احنا حققنا الاتنين دول الاتنين دول خلاص احنا كده ممكن نركب الايه نركب ال CT في المستشفى او في العيادة اللي احنا بنتكلم عليه كفيزيكا الاليمنس بقى هو بيتكون من ACT بيتكون من Data Acquisition System هو ده اللي بياخد ال X-ray Projection اللي هو الجزء بتاع ال Detectors هو Source وال Detectors ال Computer to reconstruct the images وبيساعد برضو ال Computer ده ان احنا نده نعمل analysis للصور اللي احنا عملنا Reconstruction زي مثلا جزء بتاع ال Windows اللي احنا بنتكلم عليه بيبقى في Power Supply عشان يقدر يتحكم لنا في KVP اللي احنا بنستعمله عشان نصور بيها اللي هو الكيلو فولت اللي احنا بنحطه على الصورس بتاعنا والميلي أمبير برضو اللي احنا بنحطه على الصورس بتاعنا عشان يقدر يصلنا على الصورة ب different characteristics حسب ال patient بتاعنا حسبتها بنصور ايه يعني لو واحد مثلا بيعمل CT ال breast مثلا بيبقى مختلف يعني KVP والميلي أمبير ساكن بيتغير عن مثلا واحد بيعمل scanning مثلا لتورسه او لتشاست فده كلام ده لازم نتاخد في الاعتبار برضو لازم فيه monitor عشان يدسبيل روتين أوبريشنز لو ده يعني يعني فيه فيه monitor طبع لحكتين يعني فيه monitor عشان يطلع الصور وفيه monitor عشان يطلع الparameter بتاعت السكان عشان يبقى هو ده ال user interface بتاعنا اللي نقدر نتراكت معاه ونقدر نشغل بين ماكنا بالشكل اللي احنا شايفين انه هو مفروض يشتغل بيه بيبقى فيه بعد كده documentation camera دي بتبقى عادة لازر كاميرا دي بتطلع لنا print out من الصور بتاعتنا بتاعت CT وبيقى فيه بعد كده data archiving system ده عادة بيبقى مهم جدا لانه حكمل ديتا اللي بتطلع دلوقتي من city scanner ضخم جدا مادرش ان احنا نخزين على computer واحد فدايما كل شوية بتعمل backup للديتا اللي موجودة دي على backup material سواء كان tapes او disks او whatever فيه انواع كتير قوي من storage spaces كان زمان الحقيقة كانت دنيا limited شوية وكان storage spaces كانت قليلة وكان storage اللي هو external storage كان غالي دلوقتي الحاجات دي بقى تارخص بكتير بقى ممكن دلوقتي المريض بعد ما يخلص ال scan ده ممكن ياخد ال scan ده على disk مثلا او ياخده على cd بحس ان هو يقدر يروح بيه للدكتور ويقدر يتحفز بيه عنده عشان بعد كده لو يحتاج ان هو يبقى عنده هو نفسه medical record بتاعه ويبقى عنده copy منه احنا سوف اتكلمنا على الافكار بتاعت cd بتعمل ازاي ال acquisition بيحصل ازاي وال physical elements بتاعت cd هي عبارة عن ايه لسا الغالة دلوقتي ما تكلمناش على الصورة نفسها بيتكونها ازاي احنا الوقت اعملنا collection لمجموعة من ال projections من different angles ومش عارفين لغاية دلوقتي احنا استعمل ال projections ازاي عشان نقدر نوصل لان احنا يبقى عندنا صورة فكاساس لل image reconstruction عموما لازم نبقى عارفين ان احنا لو نتكلم عن احنا عايزين نريكنستروكت n by n image احنا محتاجين n square عندنا كدلوقتي n square unknowns لما يكون عندنا n square unknowns يبقى محتاجين n square equations كل واحدة من ال projections احنا جبناها دي كل واحدة من ال data اللي احنا بناخدها من كل واحدة من ال detectors في كل exposure دي تعتبر single equation فمعنى كده لما بتكلم مثلا كعسابيل المثال او انا بتكلم ان انا عندي الف 24 detectors اوكي وبقى acquire في كل exposure الف 24 equation لو فرضا انا عايز اعمل reconstruction دلوقتي مثلا صورة 512 x 512 يبقى محتاج على الاقل على الاقل المينمم يعني ان انا اعمل مثلا 256 exposure عشان يطلع لي 56 times 24 تطلع لي 512 تربيع اللي انا عايزها في الايه في العدد ال equations اللي انا قدر احل بيها واجيب الصورة بتاعتي طبعا احنا عادة مش بيجيب العدد ده بالزبط مش بيجيب n square equations بالزبط بيجيب اكتر عشان عادة بيبقى في عندنا noise لما بنجيب العدد بالزبط كده ممكن يبقى في عندنا noise كل ما كترت عدد ال equations كل ما كان ال estimation بتاعي بقى more robust اوكي فباسيكرا ما اتخيل ان احنا عندنا كل واحدة من ال pixels موجودة في الصورة دي كل واحدة من دول دي عبارة عن ايه عبارة عن unknown انا عندي بقى equations بحاول بانها اجيب ال unknowns دي بتسوي كام كل واحدة منها بتسوي كام اوكي عادة احنا في ال problem بتاعتنا دي ممكن ن formulate the problem بتاعتنا انها linear system linear system اللي هو ax بتسوي بيه بيبقى في عندنا A matrix عارفينها اللي هي انا الوقت بعمل projection بطريقة معينة يبقى ال A matrix بتبقى معروفة بتسوي كام ويبقى عندي ال Y موجودة X بتسوي بيه او B دي موجودة اللي هي basic الايرايات اللي انا قريتها او projections اللي انا استها اوكي وعايز بقى ان اجيب ال x دي وال x دي عبارة عن نقط بتاعت الصورة بتاعتها فالمشكلة في حاجة زي كده في ايه ان انا دلوقتي لما بتكلم على n square unknowns يبقى بتكلم على خمسمائة واثنشة خمسمائة واثنشة مثلا بتكلم على cam equation بتكلم على يعني بس خلقت مثلاً متريكس بتاعتي هتبقى حاجه ضخمة جداً لو انا عايز احل إه اكس بتسوي بيه. الميتريكس بتاعتي هتبقى خمسمائة وإثنشرة تربية في خمسمائة وإثنشرة تربية. يعني بتكلم تقريباً يعني اه 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 متنستة خمسين الف في متنستة خمسين الف. تخيلوه بقى نحنا عايزين نحل متريكس بالضخامة دي. اوكي فدي طبعاً حاجه ما كانتشش ريالايزبل يعني كانت حاجه في منتقى صعوبة. يعني او بتاعت الناس تلاقي لها حلول في السبعينات عشان يطلع اول مكان سي تي في اول السبعينات. اوكي? وما طلعتش بان انا حل الانيار سيتيم ده. لان الانيار سيتيم ده تعجيزي ان احنا نقدر نحله بشكل دقيق على الكمبيوتر حتى دلوقتي. اوكي? فالفكرة الاساسية ان احنا دلوقتي بنحاول نلاقي طريقة نحل بها الانيار سيتيم ده. من غير ما نضطر ان احنا نحله بالطريقة المعتادة اللي تبقى فعلا تايم بالنسبة للكمبيوتر وممكن يبقى الاكير سباعتها ما تبقاش كويس. الطريقة الحقيقة اللي طلعت وطلعت السيتيم يعني فعلا لما لما ابتدت تبقى موجودة هي الباكبروجيكشن ماثود. الباكبروجيكشن ماثود بطريقة بسيطة جدا ان انا ببتدي من البروجيكشن فاليو بتاعتي وباكبروجيكتت زي ما هي كده على كل الطريق بتاعها. على كل البيكسلز ماشى في الطريق بتاعها. بمعنى ايه؟ لو انا دلوقتي ده البروجيكشن بتاعي باخد الفاليو دي وامشى على الخط اللي جاية منه البروجيكشن دي. اوكي؟ وحط الفاليو نفسها دي احطها في كل النقط اللي هنا دي. وامشى على كل النقط بقى في جميع الاتجاهات بنفس الشكل. لو فكرنا كده ان انا دلوقتي عملت البروجيكشن للحاجة اللي موجودة عندي هنا دي لو عندي اوبجيكت بالشكل ده كده هنا. عملت البروجيكشن هنا يطلع شكله عامل برضو كده هنا عامل كده. لو انا عملت دي نفس الحاجة دي هنا ونفس الحاجة دي هنا. هيحصل ايه؟ هيحصل ان هيبقى فيه الجزء اللي هو فعلا حقيقي هيظهر فعلا ان هو بارز عن باية الحاجات التانية. يعني هنا هيظهر مسلا اجزاء اللي هنا دي تظهر بإنتنسي قل ودي إنتنسي قل. الجزء الوحيد اللي هيظهر بإنتنسي كبيرة هو جزء اللي شكله حقيقي بالمنظر ده. كل ما انا زودت عدد البروجيكشن بتاعتي كل ما ظهر لي ده بشكل احسن بقى لان انا هيبقى عندي كل مرة هعمل باية الحاجة الحقيقية هتزيد وجزء تاني ما كانش فيه حاجة هيزيد. فهلاقي ان نفس الانرجي كانت موجودة اللي انا بعمل بيها باية البروجيكشن هتتوزعها لي على البرات اقل من المكان اللي هو اللي كان فيه البروجيكشن فهشوف الحاجة اللي انا كنت عايز يشوفها بشكل دقيق. رغم ان شكل البروجيكشن دي شكلها كروت يعني طبعا هيا شايفين من الاول خلص كده يعني ده هنا يعني ده فيه حاجة تطلع في الصورة بتاعيتنا موجودة ولا دي برضو كانت موجودة ولا دي موجودة ولا دي موجودة الا انها فعلا بتطلع لي حاجة سريعة جدا يعني الصورة هذه هيجليها. موش بعيد يعني ممكن يبقى قريب بالنسبة للايه? قريب بالنسبة لها من الصورة الحقيقة. اوكي? طبعا في مختلفة نتيجة البروجيكشن بحاجة اسمها دومة فلتر بالبروجيكشن والحقيقة الجزء ده هنتكلم فيه في الكورس بتاع بتفاصيل الحي خلينا ناخد مثال على لو فرضا عندي true image شكلها عامل كده صفار معادة اللي في النص بس ثلاثة لو انا عملت انا اول حاجة عندي هنا عدد الانونز كام؟ عدد الانونز اللي موجودة عندي هنا ثلاثة في ثلاثة يعني عندي تسعة انونز يبقى محتاج تسعة اكويجنز تسعة اكويجنز هول هاخدهم ببروجيكشنز هنا كده وبروجيكشنز هنا كده للآن هيبقى ثلاثة glossy أدت兒 محتاج تحولها كمان ثلاثة كده ellos ابقىها في Public direction خدا عند 0 ,45 وكام؟ lands Ju-50-95 فلاونا جمعت كده عشان اجيب derotherapy ده planting هيبقى فيعليا هيبقى هنا صفار هيبقى هنا تلاثة هيبقى هنا صفار هيبقى هنا ثلاثة هيبقى هنا 0 لدينا ربقى 하는 بعد كده قارن الحل بتاعه يطلق عامل ازاي اوكي فهلاقي ان ده ده الانبوت بتاعي المفروض يجيلي والانبوت المفروض يجيلي ده مفروض منه من غير ما يكون عندي علم بداه خالص احاول ابتدي احسب بقى الصورة عاملة ازاي فعادة بابتدي بابتدي بانيشال سولوشن زبارة عن زيرو زيروس في كل حتة وابتدي ابلاي كل واحدة من البروجيكشن بقى كل واحدة من البروجيكشن زي ابلايت بقى ات اني جيفن تايم يعني لو خدت مثلا البروجيكشن دي بلاول ب browsingي بخدها بخدتها على الايه بأسمها على النقطة بتاعتي اللي كانت موجودة هنا يعني هنا بحط مثلا هنا نصفار وكي لان دي صفر اخد الصفر دا قسيماع التالته او جاي من تلاتة بيكسل زل اويزعوا على التلاتة بيكسل زل هنا باخد الثلاتة دي اويزعها التلاتة بيكسل زيبقى كل واحدة فيه محايد الزير دا اويزعها التلاتة بيكسل كل واحدة زل طيب. عايزة دلوقتي الديتا بتاعت الزيرو ده باخده اوزعه على تلاتة يبقى برضو ايه? ما حصلش حاجة هنا. هيفضل زي ما هو. اوكي? التلاتة دي هوزعها التلاتة دول. يبقى معنى كده هزود كل واحدة من التلاتة دول واحد. يبقى معنى كده. دي هتبقى واحد. دي هتبقى اتنين. عشان دي كان فيه هنا واحد. وتبقى هنا ايه? واحد. الزيرو ده مش هعمل لي اي تغيير. فده هيتنين لزي ما هو هنا. يبقى ده مش عالдиاجونال سلايسز. عندي هنا زيرو. ده زيرو ده جاي من تو بيكسل. بيكسل دي والبيكسل دي. فمعنى كده هنا الاتنين دول مش هحصل لهم اي تغيير. اللي في النص ده تلاتة جاي من تلاتة بيكسل. اللي هم الموجودين في النص دول. يبقى معنى كده ازود الدياجونال ده ازوده بوحيد. يبقى هنا واحد. ثلاثة واحد يبقى معنى كده ان هنا بقيه زودته واحد هنا اصفاري بقى معنى كده ده هيفضل زي ما هو الصورة اللي انا عملتها من سنجل اتريت بقى يعني افضل اتريت على الكلام ولما بقى وصلت هنا للكلام ده كده لو انا بصيت عليه وقارنته بهنا التلاثة اللي هنا بقيت موجودة هنا بقى واضح ان فيه هنا حاجة اكتر من اللي حواليها فيه ان الحواليه ده كلهم يتبروا ارتفاكس يتبروا حاجات غلط بس تل انا وصلت يعني زي ما انتوا شايفين كده في المنطقة الب بعيد وبيوضح ان فيه حاجة على اقل مختلفة في النص عن اللي حواليه اوكي بحل ما خدش مني وقت خارس او انا كنت فكرت ان انا هاخد الديتا دي واروح لها بقى كتسعة في تسعة تخيلوا بقى كانوا اخد مننا وقت قديه طبعا صعب جدا واحد فينا هيقدر يعمل التسعة في تسعة دي بايده اوكي فاحنا بنتكلم ان حملنا الحل ده بايدنا في وقت قصير جدا وطلعنا حاجة شكلها مش بعيد فدي طبعا ميزة كبيرة جدا 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 في الحل بقى اللي هو احسن من كد ده وهنشوف ان هو بيطلع نتائج الحقيقة ممتازة هو الالجبرايك الكنشروكشن تكينكي او الارت ده هو عبارة عن لو كمبلكسي اتروتف سولفور برضو للالجبرايك الكنشروكشن بيعتمد ان انا ببتدي باستيمت ويبقى عندي اللي هي true projections باخد الفرق اللي بينهم واوزعه يعني اشوف الارور فين اوكي واوزعه على الايه اوزع الارور ده على النقط اللي جاي منها البروجيكشن دي بحيس ان انا كل البروجيكشن اخليها تتحق بمعنى ايه تاني انا انا بخلي الابديت بتاعي هو عبارة عن الاكشور بوجيكشن بتاعي او true projection بتاعي ناقص الاستيمتل البروجيكشن اللي جاي لي من الحل يعني بتخلي كان انا الحل بتاعي ده بحسب نفس البروجيكشن منه فاكيد ده لو لو هو مختلف عن ده لو فيه خطأ بين ده وبين ده هيبقى فيه هنا ارور يبقى فيه هنا رقم اوزع الرقم ده على عدد النقط ده واجمعها لو انا عملت كده يبقى انا باسيكلي خدت الحل بتاعي اللي هنا ده وزودت عليه جزء بحيس ان الاكويشن دي تتحق يبق بالابديت بعد كده يبقى بصفر اوكي فبالابديت بتاعي هو عبارة عن true projection ناقص الاستيمتل البروجيكشن ديفايد اوبرو البروجيكشن هنشوف الكلام ده برضو كمسال كده عشان نفهمه بطريقة اوه يعني هنا برضو لو انا خدت بقى شكل حاجة معقدة شوية حتى عشان الاستريت ان دي فعلا very efficient هاخد true image عبارة عن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 حاجة بالشكل ده كده تلاتة في تلاتة يبقى برضو عندي محتاج تسعة equations هاخد برضو تلاتة في هانا في البروتيكال وتلاتة هوريزونتل و تلاتة في الايه في ال переходs هاجي اعجي دلوقتي او هاخد دلوقتي الانشييزين برضو زي ما ان اتعودت اللي هو zeros كميس؟ عايز اعجي اعجي الائكويشن البروتيكال اول واحدة دي اتناشر دي دي true projection طب الاستيمتل بكام اشوف هنا اجمع دول بكام zero زائد zero زائد zero يبقى كام يبقى زيرو يبقى عندها اتناشر ناقص زيرو على كم نقطة بقى على واحد اتنين ثلاتة على ثلاث نقط. يبقى اثناشر نزيره على ثلاثة يطلع لي اربعة. ازود اربعة على كل النقط اللي هنا. اوكي. بعد ما ازودت الاربعات دي هنا. لو انا جمعت الاربعات دول. هيطلع لي ايه هنا? اطلع لي اثناشر. اثناشر هي نفسها الاثناشر دي. اوكي. هل دي الحل صحيح? لا مش الحل صحيح لسه. لما لف اللفة كلها لا. انها في الاخرة توصلني للحل صحيح. بس انا الوقتي. بامشي على كل اكويجن من الاكويجنز بتاعتي الموجودة عندي. اخليها تتحقق. كويس. وكمل بقى افضل اعمل اتريشنز هنا كده. بحيس كلهم يتحققوا مع بعض. طيب النقطة التانية اللي هنا خمستاشر ناقل زيرو. على ثلاثة يبقى خمسات. طمنتاشر ناقل زيرو. على ثلاثة يبقى ستات. ويبقى هو كده ايه? اول مجموعة من ايه? من الееh? ما ابنها بقى بقي تبطيط فعلي من الموضوع اكتر ش Virginia. انا عندي المجموعة هنا اللي هو بتاع هنا ستة هنا المجموع كام؟ اربعة زاية خمسة زاية ستة اربعة وخمسة تسعة وستة خمستاشر. ستتة ناقص خمستاشر على كم نقطة على تلات نقطة? ستة ناقص خمستاشر فيها كام؟ فيها ناقص تسعة. ناقص تسعة على تلاتة يبقى ناقص تلاتة يبقى زود ناقص تلاتة على النقط اللي موجودة عندي هنا. يكون نقص 3 زائد 4 1 نقص 3 زائد 5 2 نقص 3 زائد 6 3 حسابة. اعمل نفس الكلام هنا. 15. المجموعة هنا كام?орон 5 λavCON 5 e 9 6 15. 15 نقص 15 بصفر. امام انا كده يقوله هيفضره زي ما hearing. طيب في الاخر خاص 24 24 نقص كام برضه نفس ال 15 هي هي. هيبقى عندي فرق حوالي 9 plus 9 بقى. يبقى يزود على كل واحدة من النقط دي كم تلاتة يبقى انا سبعة تمانية تسعة اه طبعا انا لاحظت دوقتي ان انا رسلت للحل الحل المزبوط بتاعي بس هلاقف على كده انا اكشولي وانا بحل زي ما احنا زي ما احنا فقلنا قبل كده الحل الحقيقي ده مش عندي مش موجود عندي اصلا فمعنى كده ان لازم اكمل بقية لازم امشي على بقية اوكي فاجرر بقى افريفاي اكويجن اللي هي دي اربعة وتما اللي هي دي اربعة وتمانية اتناشر اتناشر اه مزبوط فعلا اتناشر واحد وخمسة ستة ستة وتسعة خمستاشر اه خمستاشر يبقى فيش هنا برضو اه اتنين وستة تمانية هي تمانية هنا اه يبقى كده خلاص مفيش اي اي على دي بقى معنى كده دي الحل النهائي بتاعنا هيبقى نفسه هو ايه الحل ده طبعا احنا هنا عملناها بني احنا مشينا مرة واحدة بس بس في العادة نمشي اكتر من مرة انا خدت مثال بسيط علشان يعني كل ما يكون المثال صغير وبسيط زي كده ممكن هو يطلع لنا بسرعة بس عادة انا بحتاج اعمل اتريشن زي كزا مرة يعني ممكن ارجع تاني بالاخر خالص كده ارجع اعمل نفس تاني يعني ارجع تاني تاني بقى كده 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 طبعا زي احنا شايفين كده الحل هنا يعني متش مور اكوريت يعني طلع لنا هو الحل بتاعنا المزبوط وفي نفس الوقت الحقيقة برضو برضو ما هياش صعبة يعني ممكن نعملها بادينا احنا حللنا دلوقتي مشكلة بتاعة التلاتة في تلاتة يعني كان بتاعنا هيبقى تسعة في تسعة اوكي حاجة ما اخدت شقد راح لها خالص با 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 استعمال ورع وقلم يعني دلوقتي حلتها في في دقيقة واحدة وحل بتاقي كان طالع با يعني فطبعا ده اعتبر من احسن الطرق اللي احنا ممكن احنا استعمالها طبعا في طرق تانية وطبعا الكلام ده احنا نتكلم كل الكلام اللي بنتكلمه على الجزء بتاع البارلل بيم ريكونستركشن كويس كل الحاجات التانية بقى كل الطرق التانية زي الفان بيم ريكونستركشن والحاجات دي كلها هنكتشف بعد كده لو احنا بصينا عليها ان هي ممكن في الاخر بنحولها لبردو بارل بيم ريكونستركشن بناخد ديتا بتاعتها ونقدر اعملها حاجة زي ترانسورميشن صغير كده او بنعملها صحيح بحيث نوصل في الاخر الديتا سات تسمح لنا نحن نعمل البروجيكشن ديتا فالبرل بروجيكشن او بارل بيم بروجيكشن مثل دي يعني فال اي ار تي او ال اي ار تي والباك بروجيكشن والحاجات دي كلها بتستعمل في كل الطرق بتاعت السكانيك بتاع السي تي حتى لو كانت فان بيم برضو زي ما كنت بتكلم كده الفان بيم احنا باسيكلي بنأبلاي الكلام ده كله بس بعد موديفيكشن صغير جدا احنا بناخد الديتا بتاعت الفان بيم دي اللي ما ندرش بقى نحطها بالشكل اللي احنا كنا حطينه دوت احنا دلوقتي بنشوف كل واحدة من الاكويجن دي مشيه بتعبر لي عن او بروجيكشن ازاي في الصورة بتاعتي وابلايت بعد كده على الصورة بتاعتي بالشكل الايه بشكل مناسب يعني برضو انا بيبقى عندي هنا اكويجن برضو احنا بحاول اكويجن دي باستعمال نفس الطريقة اللي احنا عمل لها في الاجبرايكي تكنيك فالحقيقى الفان بيم مهواش مختلف كتير عن عن البيم احنا بس بنراعي الجومتري اللي موجود عندنا في الفان بيم ويعني العلاقة بتاعته بتاعت الاسومشنز الموجودة في الايه في الريكونشن تكنيك اللي احنا اتكلمنا عليه الجزء بقى بتاع الاسبايرل سي تي هو طبعا نحنا كل الكلام احنا متكلم عليه ده كلام بنكونسراكت فيه صورة واحدة طبعا احنا دلوقتي عايزين الريكونسراكت من الديتا بتاع الاسبايرل سي تي الاسبايرل سي تي دا ما قلنا كده نوه بيسكان يعمل سبايرل تراجيكتور كده حوالين البيشنس اوكي طبعا دلوقتي فاردا عايز اعمل سلايس هنا في المكان ده احسبها ازاي اللي بيحصل طبعا السلايس دي مش هنلاقي ابدا ان في عندنا مجموعة نقط او مجموعة بروجيكشنز كده بتعبعنا عن سلايس دي بس اللي بيحصل انا باخد الاسبايرل ده بحيص يبقى الرينز بتاعته دي ورايبة من بعضيها كفاية بحيص ان انا قدر اريكونسراكت او اجمع او اعمل الانتربوليشن لديتا بتاعت اي جيفن سلايس في اي وقت في اي مكان اوكي فلو انا مسلا عايز اعمل سلايس هنا يبقى معنا كده هانتربوليت السلايس دي ميته بتاعت السلايس دي بتاعت اللي هي الجزء ده من ستيتي سبايرل وبالجزء التاني ده بحيص ان كل نقطة من النقطة الموجودة عندي في ال PLANE اللي انا عايزه تبقى عبارة انتربوليت ال points between the two points اللي في ايه اللي في الرينج دي وفي الرينج اللي بعدي اوكي فهي عبارة ان انا بقى انتربوليت بين الرينج بتاعت البتاعت السبايرل بحيص ان انا اقدر اجيب السلايس في المكان ان انا عايزه بالزبط طبعا احنا ممكن احط بتاعتي تبقى اوبليك لو انا عاوز ممكن احطها في اي ديركشن زي ما انا عاوز فدي ميزة الحقيقة كبيرة جدا في الاسبايرل سي تي ان انا منها اقدر انتربوليت اي مكان جوه الفوليوم اللي انا عملت له اسكاني نتيجة لطور الريكونستركشن اللي احنا استعملناها دي الحقيقة بيطلع لنا مجموعة من الارتفاكس كده نتيجة لبعض الاسومشنز اللي احنا ممكن ما نكونش حاطينها في اعتبارنا طبعا دي بتبقى في طريقة الاساسية بتاعتنا وفي بعض الريسورش بيتعامل علشان ازاي احنا نقدر نطلع الصور من غير الارتفاكس بان احنا نحط الاسومشنز دي بشكل مختلف ففيه طبعا حاجة اسمها الستريكينج ارتفاكس يعني لو احنا عندنا حاجة شكلها فلاد بالمنظر ده كده فقط طبعنا شكلها فلاد تطلع لونها نفس الحاجة بالزبط احنا هنا بيبلين اكين فيه خطوط كده اوكي؟ فالستريكين ارتفاكس ده ده ممكن نتخيله جاي منين مثلا لو احنا نتخيلنا الشكل بتاع الكنسزارنا احنا عملنا بتاع ايه؟ بتاع الاسا الاسومشن كان بيقى فيه عندنا حاجات في الباكجراوند كده الحاجات دي ما كانتش موجودة اصلا اوكي؟ فيه حاجات بتطلع كده بتبقى نتيجة لان الاسومشنز باعتنا بتبقى او الطريقة بتاعتنا هي بتقال الارفاكس دي في عندنا حاجة تانية بنسميها الموشن اريفاكس دي متوقعة ممكن يبقى شكلها مختلف عن كده ممكن يبقى شكلها في بلورنج مثلا في مكان دي زي ما احنا بالضبط بنصور صورة وشخص يتحرك في الصورة دي و احنا بناخد الصورة فبنلاقي ان احنا شكل الصورة تغير لاننا دلوقتي نتخيل احنا الاسلايس دي و احنا بنعملها اكوزيشن خدنا جزء من الديتا اللي احنا بنكونساكت بقى الاسلايس في بوزيشن للهد وجزء تاني في بوزيشن تاني فبدلوقتي بقى فيه كونفيوجين جوه في الركونسراكشن بتاعنا وده مش زنب الركونسراكشن بقى زنب البيشن ان هو تحرك بيبقى عندي الركونسراكشن بيبقى فيه بلورنج بيطلع نتيجة لكده او ممكن يطلع اجزاء شكلها ايه مختلفة انا اجزاء تاني اكني خدت اه تو سنابشوتس كده وحطيتهم جانب بعض اكني كل جزء من الصورة كان اكوائرد في ايه بصورة مختلفة وانا بقى عمل لهم ميرجنج لاثنين مع بعض الموشن اريفاكت عادة بيطلع لي الصورة بتاعتي بتبقى بيري بلورد زي ما انا اكني بظلط بطلع صورة مهزوزة في التصوير العادي التصوير الفوتوغرافي في عندي باردو ممكن يحصل لي حاجة اسمان بيم هاردنج اريفاكت ده نتيجة لان احنا كل ما البيم بتاعنا بيخش جوه كل ما بيسيكلي الحاجات اللي لها يعني الكي في بتاعها قليل بتتدي تبقى تانيوية اتأسرة فبيبضل في الاخر الجزء اللي هو بتاع الكي في بتاعته اللي بتبقى عليه فبيبقى لي انهانسمانت الحاجات اللي فيها بون مثلا اوكي فدي بتظهر لي برضو حاجة بالشكل ذا كده في حاجة اسمها رينج اريفاكت لما بيكون عندي حاجة به خعتك في حاجة diret. مثلا باسور الصورة ويبقى في عندي جزء بتاع الوال. بتاع الصورة دي. يبقى ظاهر لجوه كده بالشكل ده يبقى حاجة زي ث تكون عندي mouvement الاية خطأ والأ يبه كده لو بين الزوال ليOP بول بتاعتي موجود. او بتاع التورس اللي انا مصورها هنا. الحاجة اللي فيري كومن بقى اللي هي شكلها مميز قوي. الحاجة بيسميها البلوم ارتيفاكت او الميتال ارتيفاكت. دي مهمة جدا جدا. ودي تظهر كتير بقى الحقيقة. اي حد بيصور لهات بيظهر عنده المشكلة دي. لو حد عنده هنا متال في سنانه. او عنده اي مكان حطت فيه امبلانت يعتبر متاليك. السبب بتاع الارتيفاكت دوت ان هو بيبقى فيه ريجولاريزاشن بيحصل في الركونسراكشن بروسيس. بيبقى استيوم ان الرينج بتاعه اللي هو بيتوقعه من مثلا من نقص الف لغاية تلات تلاف. مش المطاقة ان يلاقي حاجة عشر تلاف. فلما بيلاقي حاجة عشر تلاف بيحاول ان هو يخلي بتاعته تتغير شوية بحيس ان هو يخليها ترجع تبقى في الرينج بتاع المتوقع بالنسبة للبري ادمين. فالحقيقة دي مشكلة اساسا. ان انا دلوقتي بيبقى حاجة وفيها رقم كبير قوي زيادة عن الباقيين. فبيعمل لي يعني حاجة زي شادوين كده وراه. او في كل الخطوط اللي هو بيمر بيها. بيبقى فيها الحسابات بتبقى فيها حاجة غلط. اوكي. فدي مشكلة حقيقة ودي واحدة من مشاكل للناس بتعمل عليها ريسيرش. هاو تو امبروف الصورة او هاو تو ريديوس الارديفاكت داوت. طب دلوقتي احنا كلمنا على السي تي. دلوقتي لو احنا عايزين نعمل مقارنة بين سي تي ديفايس. اوكي. يعني احنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي نحنا نيفاليويت البرفورمانس طبع السي تي او مومن. اوكي. طبعا احنا لازم نبقى عارفين ان الفاينال سي تي امج. الصورة النهائية اللي احنا شفناها دي. اه از او م happening to the whole chain of processes and is affected by a range of factors. معتمدة على التكنيكالل برامتر السكانر. وانا بعمل سكاني يعني الوبراتور حط برامتر ايزا عاملة ازاي. الـarakتيب ابرايكشن سيسوم اللي عندي. انا عندي مسلا بعمل فان بيم ولا بعمل باراليال بيم ولا بعمل اي بالزبط. والـ y Byron. الصورة الاتصابة. واضحنا بلغة الأجوريثم اسميح العشان ريكونسركشن. فالثالث حاجات دول هما مع بعض كده بيعملوا كمبنيشن كده بحيس ان انا بيهم اقدر تسكرايب الصورة تطلع عاملة ازاي. فطبعا لو احنا عايزين نايفاليويت كل واحدة فيهم الحقيقة بتبقى صعبة جدا احنا نايفاليويت كل واحدة من نور على حدة لان هما يعني فعلا مؤقدين جدا لو حاولت ان انا خش في تفاصيل بتاعتهم هيبقى صعبة جدا ومش هيبقى عندي اللي تسمح لنا نعمل الكلام ده. فباسيكلي نحنا عادة بنعملها ان احنا نبص على الصورة على طول مباشرة يعني نصور حاجات محددة او نصور حاجات معينة ومنها نحاول نطلع برامترز نقدر نحنا نقارن دي كده بناخد السيسم كله على بعض وكده اكنه بلاك بوكس كويس وناخد الاوبوت بتاعه لسيرتين ستاندردايزد ايمبوت كويس ونقارن بين يمكن تقانع شخص كبيره بنعمه. فمثلا ممكن نقارن بينه شخص اسمه سايكل طايم. سايكل طايم دي عباره عن التوتال تايم دي كده بتكمبيين حاكتين بتكمبيين عملية السكان اينج دي اللي تعتمد دائها على ان انا دلوقتي باعمل البرجيكشن متاع شكله احياني ازاي? وبتعتمد ان انا دلوقتي بموفي تابل باني سرعة والحاجات دي كلها. وبعد كده بركونسركت في وقت ادي ايه برضو الركونسروكشن تايم ده الحقيقة كان زمان مهم لان كانت كمبيوترات بطيئة شوية دلوقتي الحقيقة بقى ايه الركونسروكشن تايم بقى ايه بقى مهوش مشكلة او بقى اليميديشن دلوقتي بقى جاهلي من سكانينج تايم مش الايه مش الركونسروكشن تايم فعامتا احنا بنجمع الانتين دول مع بعض ونقارن بقى السايكل تايم ده بين المكان المختلف وبعض اوكي فطبعا كل مكان السايكل تايم بتاعي اقصر كل مكان المكنا بتاعتي افضل من نسبة للتكنولوجي كل مكان الارتفاكس بتطلع منها تبقى اقل ما يمكن يعني لو طلعت الصورة فوقت قصيري بمعنى كده الموشن الارتفاكس تبقى قليلة يعني فيه مزايا كتيرة جدا حقيقة ان انا ممكن كل ما السايكل تايم دي قلت ممكن انا الاقي ان انا ممكن اعمل حاجات اكتر الحاجة التانية برضو اللي مهمة جدا اللي بنسميها الـ spatial resolution دي عبارة عن الـ minimum area in the image in which changes can be detected يعني ممكن نتخيل الـ spatial resolution بعيد خالص بقى عن التعقيد ان دي عبارة عن الـ pixel size يعني دلوقتي انا ممكن ان انا اصور حاجة الـ size بتاعها يعني اصغر حاجة ممكن اصور حجمها قد ايه اوكي فدي حاجة مهمة جدا 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 دي يعني عمت الناس تعرفت انها تعرفها بحاجة اسمها الـ MTF يعني الـ modulation transfer function بيبقى عندنا لأي imaging modality حاجة اسمها modulation transfer function كده بترسم لي كيرف كده للـ response بتاع المكان حاجة زي impulse response كده او frequency response بمعنى صح لو انا رسمته هنا من نسبة الـ F بقى frequency response كويس بقى بص انا شوف الـ cutoff frequency بتاعي هنا كام وممكن بقى ان دا يقول لي ان انا الـ frequency بتاعي دوت يقول لي ان انا ممكن اسكان لغاية كام اوكي انا هنا بتكلم على الـ frequency هنا عادة الناس بتاخدوا frequency اللي بنرسم عليها دي بنسميها line pairs per millimeter line pairs per millimeter يعني ايه line pairs لو انا برسم حاجة عبارة عن خطوط لونها ابيض واسود اوكي الابيض نص المسافة والاسود نص التاني اوكي كل ما زوت في كل مليمتر عدد الخطوط الابيض واسود لانا اقدر شوفه من بعض كل ما كان الـ resolution طبعا بالتأكيد هتبقى اعلى يعني لو بتكلم مثلا هنا على two هنا معناها two line pairs per millimeter يعني معنا كده ان انا دلوقتي اقدر اشوف يعني في المليمتر ده ابيض واسود وابيض واسود within المليمتر اوكي لو خليتها اربعة يبقى ضعف لو خليتها ستة يبقى بتاعت اضعف وهكذا فدي حاجة مهمة جدا لان هي فعليا بتديني الـ indication ان انا اقدر اشوف تفاصيل ازاي في الصورة بتاعتي احنا ممكن نبص على الـ MTF بتاعنا ده وفي بعض الناس بتاخد الـ definition بتاع resolution هو الـ value بتاعت الـ cut off frequency دي عند مثلا ممكن اخدها عند مثلا خمسين في المية او ممكن اخدها عند 20% او 10% او 2% حسب ما احنا بنتكلم فاحنا ممكن نقول مثلا احنا هنقارن الـ scanners عند MTF مثلا 10% اوكي وقارن الـ 10% MTF هنا بتديني كم line pairs per millimeter والتانية كم line pairs per millimeter والتالتة كم line pairs per millimeter واخد اعلى line pairs per millimeter لو عندي واحد مثلا 10% وواحد 8% وواحد 7% يبقى معنا كده العشرة هيبقى احسن من الثمانية ومن السبعة اوكي فده بيبقى مطلوب مننا ان احنا نبص على MTF دي عبارة عن زي تاني اكناها الـ transfer function of the scanner اوكي لو احنا عملنا لها inverse for a transformation بتديني الـ impulse response بتاع السكانر اوكي فيعني basic اذا احنا عندنا دي ودي اعاداتا بتبقى مفروض given data من الـ manufacturer ممكن بيها نحدد resolution بتاعتنا بتاعت السكانر بتاعتنا بتساوي كامل في عندنا برضو واحدة من definitions لطيفة قوي اللي ممكن نستعملها حاجة اسمها low contrast resolution او contrast detail الحقيقة احنا بنتكلم على الـ كنا بنتكلم ان احنا نقدر نشوف حاجات جنب بعض عاملة ازاي يعني نقدر نشوف الحاجة دي واللي جنبية عاملين ازاي يعني نقدر نشوف كم حاجة جنب بعض او الـ pixel size شكلها عامل ازاي انا هنا بشوف هل انا اقدر اعمل small differences of optimization coefficient ولا لا يعني كده بدل ما انا كنت ببص على الفروقات في الـ space يعني انا اقدر اشوف حاجة صغيرة قد ايه لا ده انا ببص الوقت اشوف بقى انا عندي الليفلز بقى اللي هي الـ gray scale بتاعي في الصورة او في الـ city numbers معنى صح نقدر ندتكت differences at the a في الـ attenuation لان ممكن انا مثلا يبقى الـ difference اللي انا اقدر اه يعني الـ difference اللي هي موجودة بين مثلا الـ tumor اللي انا عايز اشوفه والتيشو اللي حواليه ممكن يكون صغير جدا ففعليا المكانة بتاعتنا ترانكيت اللي اتنين يبقوا حاجة واحدة فالكلام ده مش منطقي فعمتا الـ low contrast resolution ده ببقى defined as a ratio between the smallest detectable difference of attenuation coefficient on the ounce field scale and the average value within the object of a given size for a specific radiation dose معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها دلوقتي بيبقى فيها عندي فانتوم زي ما هواري كمان شوية بيبقى فيه different يعني differences بين الـ objects اللي فيه والـ background فلو انا عايز احسب low contrast resolution بحسب الفرق بين الـ object اللي هو مختلف دوت والـ background بتاعته وقسموا على average بتاع الـ area كلها وده بيوريني في الاخر يعني يديني في الاخر figure of merit كده كل ما الـ figure of merit دوت كل ما اقدرت ان انا يعني اخليه بقى صغر كل ما كان يبقى عندي القدرة ان انا اشوف الحاجة دي بشكل اضغط كل ما كان عندي اقدر اشوف contrast احسن في الصورة بتاعته يعني اقدر اميز حاجات عن بعضيها بشكل احسن في الصورة بتاعته اوكي فبنتكلم على عادة current scanners have resolution between point three and point four percent وده ممكن نحسنها بان احنا radiation dose بتاعتنا نعليها طبعا احنا بالنسبة لنا ما بنحبش نعلي radiation dose وده حقيقا دي حاجة ممكن ان هي يعني تبقى يعني نعملها احنا مضطرين مثلا لو في حالات مثلا عايزين نتأكد بس عمتا دي برضو فيها يعني ايه فيها كلام لو احنا بكلم على point three to point four percent معنى كده انا ممكن ادتكت حاجة لو انا فرضا عندي the ounce for units او city numbers اللي عندي مثلا say 100 ممكن ادتكت حاجة تبقى عبارة عن point three يعني انتاس بها تبقى or both zero كويس يعني مختلفة باختلاف صغير عنها يعني ممكن مثلا بين المية ومثلا مية point three ممكن نشوف فارق بينهم ده واضح في ct او مية point four نفس الكلام بالضبط ده حاجة تماما بالنسبة لنا يعني فعلا واضح ان هي بتبقى يعني contrast عالي جدا 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 وفعلا عشان كده ct بقى valuable جدا في diagnosis بتاع الحاجات اللي هي فيها subtle variations في برضو measure لل ct برضو او figure of merit برضو نسميني uniformity ده بيدتكت الهوموجينيتي بتاعت الصورة يعني ايه هوموجينيتي بتاعت الصورة يعني لو انا دلوقتي باخد فرضا بصور حاجة كلها فلات يعني بصور مثلا فانتوم عبارة عن مية بس اوكي هل الفانتوم بتاع المية ده الصورة بتاعتي جواه بتبقى كلها نفس ct number ولا ممكن يبقى فيه اختلافات اوكي فاللي بيحصل احنا بنحط فعلا uniform standard water phantom والEase بعد كده gray levels او ct numbers اللي موجودة جوا الفانتوم دوت ومنها ناخد الماكسيمم بتاع السكيل اللي موجودة عندي اللي انا استو جوا الفانتوم ده والمينيمم على الماكسيمم بلاس المينيمم وده يديني باسيكلي حاجة اسمها هيتروجينيتي دي عكس ال uniformity اوكي يعني كل ما كان عندي ده اكبر كل ما كان معناه ان الصورة بتاعتي مهياش كويسة يعني معناه ان انا ممكن الصورة بتاعتي يبقى فيها variations across الصورة مهياش جاية من ال object اللي انا بصوره يبقى جاية من المكان انا نفسها اوكي فدي حاجة الحقيقة مش كويسة اوكي فدي طبعا حاجة مفروض ان ideary تبقى بتسوي صفر مفروض الهيتروجينيتي تبقى بتسوي صفر يعني معنى كده uniformity infinity بس اكشوري عمرها ما بتبقى كده اوكي فدي حاجة مهمة الحقيقة عشان نقدر بيها ان احنا نقيم الايه ال quality بتاعتي الصورة اللي هي طالعنا بناخد figure of merit دوت برضو بنقارنه بين المكان المختلف وبعضيه ونقدر به نعرف اذا كان فيه مشكلة او فيه مكان احسن من مكان او لا فيه حاجة تانية برضو قريبا من كده اسمها linearity دلوقتي لو انا عندي objects of different attenuations اوكي وفاردا كلهم بيقعوا على straight line هل لو انا دلوقتي رسمتهم لو انا خدت الفاردا بلاش ان انا بقولوا ان هما straight line ممكن ان هما يبقى مجموعة attenuation coefficient مختلفين وخلاص لو انا حسنت لهم ct numbers ورسمت curve عبارة عن ct numbers versus الايه ال actual attenuation هل هيطلع straight line طبعا دي بتقولي ان انا هل ان انا بتعامل في المكانة بتاعتي مع different attenuation بنفس الطريقة ولا فيه اختلافات اوكي فاللي بيحصل في حاجة زي كده ان احنا بناخد phantom بيبقى فيه objects of different attenuation ونقيس الفارق بقى في ال straight line دوت اللي هو بنرسم ال straight line اللي هو بين او مش نرسم ال straight line نرسم الكيرف او النقط ننوقع عن نقطة ct number كام عند كل attenuation اوكي ونقيس الفارق بقى بين النقط دي وال straight line اللي احنا مفروض نتوقع اللي هو ان ct بيساوي الرقم بتاع اللي احنا شفناه في ال equation بتاع ct number ده اللي هي شفناه في الاول خالص نشوف الفارق بين الكيرف ده اللي هو straight line المفروض يطلع والحاجة الحقيقة اللي احنا قسناها ونطلع الكيرف اللي هو الفارق بين الاثنين ده اللي هو عبارة عن mean square error ده واسميه linearity اوكي والانيارتي ده الحقيقة مهم جدا عشان ما يبقاش في عندي distortion في حتة من الكيرف او حتة من ال scale بتاع ct numbers ودي ممكن تعملي مشكلة الحقيقة ان انا ممكن ان اتكتب حاجة انها مختلفة وهي متكونش مختلفة اوكي فدي الحقيقة برضو ممكن نقيم بيها او نقارن بيها الايه ال city scanners مع بعضيها واحدة برضو من ال parameter مهمة اوى انا عايز اعرف السلايس thickness عبارة عن ايه فعشان اعرف السلايس thickness عبارة عن ايه بقى لازم احط ثانتو معين وايس السلايس thickness ده بيساوي كام عادة انا بقيس برضو دول طريقة ان انا ايسوا بيها طبعا ويعني عمتنا انا بقيس النومنال thickness دوت على انه اللي هو ال full wave to half maximum من ال profile بتاع السلايس نفسه اوكي ففي عندنا طريقة الحقيقة احنا نقدر نقيس بيها السلايس بروفايل دوت ونقدر بيها الحقيقة نقيس بقى منها اللي هو عند ال point five عندنا ال profile بينزل عند ال point five امتا ونقدر نقيس ال ايه السلايس thickness ده بيساوي كام طبعا كل مكان عندنا السلايس thickness كل مقال كل مكان المكان احطا تدري تعمل السلايس تبقى thinner يعني يبقى ال resolution بتاعتي في 3d بقى ال volume بتاعي تبقى اعلى اوكي احنا يعني الارقام اللي موجودة حاليا يعني ممكن نتكلم بقى على حاجات ممكن تبقى قلت شوية عن كده كمان يعني ممكن تبقى من point four لعشرة مليمتر بس اكشل اح ممكن نقلت عن كده كمان في المودرن ماشينز الوقت ممكن نقلت اقل من كده يعني ممكن تبقى نص كده او حتى ممكن توصل لone مليمتر يعني في عندنا برضو حاجة related للدوز بقى احنا كل الكلام ده بنتكلم على image quality طب احنا عايزين دير عند الوقت اذا كان الدوز اللي احنا بنستعمله عشان generate الصورة هل هي يعني في عندنا مكنة بتاخد يعني دوز اقل او تعمل دوز اقل وما كانت بتعمل دوز اكتر ولا ايه بالظبط فاحنا باسيكلي بنقيس الدوز للبايشنت اللي بي ابزورب يعني الابزورب اللي هو الاكس راي اللي احنا بمحتاجين عشان نعمل بيها scanning لها definition كده مش مشكلة definition ان احنا نركز فيه قوي يعني باسيكلي احنا بنتكلم على ان احنا دوز اف اكس دي دوز اف زي بتاعتنا هي distribution along the Z axis للدوز بتاعنا في الفانتوم اللي احنا بنعمل بيه تاستنج وبنتكلم على ان احنا ماشينا دلوقتي السكانر بتاعنا او السنسور بتاعنا من Z1 لZ2 يعني من مكان لمكان تاني وبقيسي الدوز بتاعتي بتساوي كام على اساس ان انا بعمل حاجة اكيني بعمل كده في ال space بحيث ان انا اقيس يعني دوز كده في ايه في الاماكن المختلفة اللي ممكن نعمل فيها scaling طبعا احنا بنتكلم على ان الدوز دي حاجة مهمة جدا لان احنا بالنسبة لنا ال CT طبعا عشان بنعمل ال scanning كتير بعمل بعمل exposures كتير فالدوز بتاعتي ال patient بتبقى في غاية الاهمية والمكان اللي بيبقى ال CT dose index بتاعه اقل بيبقى طبعا لو preference عند ال patients الاول وعند الاطباء بعد كده لان هو فعليا بيبقى سيفر بالنسبة لل patient في عندنا برضو حاجة كاركتيريستيك بقى لل spiral CT حاجة بسميها pitch ال pitch هي ال ratio between the displacement of the table with the patient on it and the thickness of the scanned layer for one revolution of the scanner يعني ايه كلمدة يعني باخد مسلا ال pitch بتاعتي عبارة عن lambda على slice width بتاعتي slice thickness بتاعتي بتساوي ال lambda دي عبارة عن relative travel of the spiral described by the tube as it moves around the test object in millimeter per radian يعني دلوقتي يعني كل ما بلف يعني دلوقتي في عندي حاجتين بيلفوا يعني بتحركوا في عندي ال x-ray tube بتلف كده والتيبل بيتحرك بطريقة linear لجوه اه دلوقتي عايز اشوف بتحرك بالتيبل بتاعي كم مليميتر قصود وان ريديان من ايه من من ال tube بتاعتي انها تتحرك في ال circular path بتاع اوكي بيبقى داب عبارة عن مليميتر بالرديان وباسيكلي ال pitch دي كل ما صغرت كل ما كان طبعا بالنسبة لي اقدر اعمل final spiral وطبعا مهم جدا من نسبة لي طبعا ان انا برضو اقدر اتحكم فيها علشان اقدر جيب slices تبقى narrow لو انا عاوز يعني thinner slices في ال spiral بتاعه والspiral يدين resolution عالية وفي الوقت نفسه ممكن اخليها بعد كده اقل من كده لو انا عاوز بحيث ان انا اعمل scanning بيبقى أسرع لو انا عاوز مش محتاج ان انا اخلي resolution بتاعتي في زي مثلا ATS phantom اللي هو American association of physicists in medicine ده عبارة عن phantom زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده ده ممكن يبقى فيه عندنا كذا حاجة يعني يعمل لنا كذا حاجة ممكن يعمل لنا low contrast resolution في عندنا مجموعة من الكاركتريستيك يعني سيركلز كده كل واحدة مختلفة فاحنا بنشوف اذا كنا هنشوفها اولا مش هنشوفها وانس ان انا عرفت ان دي اقدر اشوفها يبقى معنا كده بيدينا على طول ال value بتاعتي بتاعتي بتسوي كان اوكي عادة بيبقى في ال object دي موجودة جوه يعني water بيبقى فيه حواليها بعد كده بحيث ان هو بيبقى حاجة solid كده اقدر احركها ما يبقاش فيها ما يحصلهاش اي تغيير ما يحصلهاش اي يعني distortion بين بيبقى فديي طبعا حاجة مهمة جدا ابرده في عندنا حاجة اسمها monstrum فانتوم دي принципе بس تعمله عشان نعمل بيه linearity لو احنا فاكريني الجوز بتاع linearity بيبقى فيها عندنا كذا objects يعني عندنا هنا فيه خمسة objects موجودين ده برضه جوه water بلاكسي يعني عبارة عن حاجة كبيرة كده وفيها مية وفيها objects موجودة جواه عبارة عندي سيلندرز كده كل واحدة من يديها الاتنوات مختلفة اللي بيحصل ان انا بقية الاتنوات بتاعة التنوات بتاعت الحاجات الموجودة دي اوك وبرسمها اقصات الاتنوات تاعت كل واحدة من الخمس حاجات دول ودي تبقى given لايه للفانتوم ده يعني اللي بيبقى given معه الاتنوات تاعت كل واحدة من دول ومنها بقى بحس بالفرق بين الكيروف اللي انا حاسبه من ال ideal city number والcurve اللي انا جايبه من ال actual city number عشان احسب ال error بتاعتي mean square error ويبقى هو ده لما بجمعه بيجيب لي اليه linearity mean square error نفسه هو linearity هو linearity figure of merit low contrast resolution بقى ممكن برضه اقيسه بطريقة تانية ممكن اقيسه بمجموع من ال objects اللي زي كده زي ما احنا شايفين كده مجموعة objects مختلفة طبعا لما ببص عليها بالشك ده كده يعني كل واحدة من ال roads دي بيبقى لها attenuation معينة او لها difference contrast بينها وبين اللي حواليها بشكل معين وبصغرها كل شوية علشان في الاخر لما بصغرها الحقيقة يبقى معنى كده ان انا بخلي ال average اللي بره ده يكبر يعني average يبقى بره يبقى غالبيته هو الحاجة اللي موجودة بره اوكي وبقدر به الحقيقة ان انا يعني اقدر اشوف low contrast resolution بتاعي in terms of any hero من دول انا قدرت اشوفه هنا مثلا لو انا كنت بتكلم على ان انا في المكان اللي هنا دوت يبقى معنى كده انا بشوف مثلا low contrast resolution بتاعتي 1.0 هنا 0.85 وهكذا غاية المبوصة غاية 0.4 اوكي فعامة بيبقى برضه من الفانتوم على طول مباشرة ممكن على طول استنتج low contrast resolution بكام من غير مطار احسب حسابات على طول يعني بيبقى الجايد اللي جاي مع الفانتوم ده بيقول ان انا لو شفت الرول فلاني يبقى low contrast resolution بتاعتي بيساوي كسا ال special resolution فانتوم ابسط من كده كمان بكتير ده عبارة عن wire steel wire يعني عبارة عن سلكة محطوطة في وسط برضه فانتوم عبارة عن water ده عبارة عن cylinder فيها water ده cross section بتاعها كويس وفيها wire طبعا دي بالنسبة لنا اكنها ايه اكنها impulse بالنسبة لنا حطينها قصاد الماكنة فالوقتي الحاجة اللي بتطلعلي الصورة اللي بتطلعلي هي عبارة عن impulse response ال impulse response ده زي ما احنا كنا قلنا لو خدنا ال Fourier transformation بتاعه هيتطلعلي على طول transfer function اللي هي modulation transfer function اللي كنت بتكلم عليه فمنها احسب بقى الحسابات اللي انا عملتها بلكده فهي بكل بساطة الصورة اللي بتطلعلي للفانتوم دوت اللي هو عبارة عن سلكة محطوطة في مية محطوطة في cylindrical يعني بلكسي جلاس كنتينر كده في الاخر بتطلعلي عبارة عن impulse response بتاع السيستم بتاعي اللي هو لو خدت له two dimension Fourier transformation اللي احنا حسبنا منه resolution بطريقة او حسبنا منه special resolution بطريقة اللي احنا حسبناها في الاول سواء عند 50% level بتاعها او 20% حسب ما انا بحدد وعن مثلا لما باجعنا بالنتيجة بتاعتي بقولنا انا است ال MTF يا اما اعرض ال MTF على طول زي ما هي يا اما باجي باحسب من FTF MTF بتاعتي باحسب القيمة بتاع special resolution اللي هي من ال MTF يعني ببعرض الصورة بتاعتي بسيكلي عبارة عن ان انا اقول والله ده resolution بتاعتي بتساوي مثلا two line pairs per millimeter عند الليفل بتاع مثلا 50% مثلا اوكي فده دي شكل بتاع النتيجة اللي انا بعرضها للايه بالنسبة للينياليتي فانتوم نفس الكلام برضو انا ممكن برضو يبعندي فانتوم تاني بالشكل ده موجود ده عبارة عن واحد اتنين تلاتة اربعة 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 انواع بالاضافة للووتر نفسها كمان تبقى ايه تعتبر كمان هي كمان مادة مادة رابعة مادة خمسة اوكي يبقى عندي خمس مواد برسم الكيرف زي ما بقولوكو كده الكيرف اللي عبارة عن الميو بتاعتي versus الايه ميو بتاعتي ببقى عارفها ميو اللي هي كل واحدة من النقطة دي هي مفروض تكون بكام وبقى شوف الفرق بقى بين النقطة اللي انا استهى من الصورة اللي هو سيتي نمبر انا اسم الصورة والايدية الكيرف اللي انا مطلعه من سيتي نمبر اكويجن انا شوفتها في الاول واشوف الفرقات بينها بقى واطلع المين سكوير ايرو ويبقى هو ده الانياريتي فيجر بتاعي بيساوي كم ممكن بقى الجزء بتاع السلايدي ثيكنس ده بنعمله بطريقة مبتكرة شوية الحقيقة ده يعني عشان نقدر نقيسي اللي الثيكنس ده بيساوي كم بنحط فانتوم عبارة عن يعني ده بمطالبة ده باش محطوط ده في مياه وعبارة عن بالمنظر ده والالومينا ستريب ده ممكن نحطه باي انجل احنا عاوزينه كويس الانجل بتاعتنا زي ما احنا عاوزين كويس الى مطلوب مننا كالقاتي دلوقتي احنا عندنا طبعا لو انا برسم بحط الكلام ده كده وبعمل له سكانيج في السلايس بتاعتي الثيكنس بتاعي بيبقى كده اوكي يعني بعمل سكانيج للشكل ده كده بحيص السلايج بتاعتي بتبقى هنا كده وي هو ده دوت لما اجي ببص للصورة بتاعتي بلاقي الجزء اللي ظهر من الالومينوم راد دوت او الالومينوم ستريب ده هيبقى عبارة عن الجزء ده الجزء ده يطلع لي مسافته قديه في الصورة بيظهر لي مسافته عبارة عن small d ديت لان هي هو موجود من اول هنا غيرت هنا فيظهر لي في الصورة موجود هنا بالشكل ده كده ايه علاقة small d بالlarge d هلاقي العلاقة بينهم بتبقى لاها علاقة بالانجل فيه اللي موجودة عندي هنا دي هلاقي ان دي اللي هي capital d اللي هي slide thickness بتاعي بيساوي small d في 10 phi اللي هي 10 angle بتاعتنا اللي موجودة هنا فحسب الانجل بتاعتنا كام وحسب انا است بقى من هنا الدنيا عاملة ازاي اللي هي الجزء اللي ظاهر لي من الردة عاملة ازاي اوكي بقدر ببساطة احسب الايه slide thickness بتاعتي بتساوي كام اوكي عمتا لو انا ببص بقى على الحزبة دي كده هلاقي ان دي minimum بتاعتي اللي هي اقل دي ممكن اقسها هتبقى برعا بي على كوزاين فيه ايه هي البي البي هي الجزء اللي هو نقدر نقول عليه انه هو thickness بتاع الايه بتاع ال strip نفسها اوكي لان هو ده اخر حاجة اقدر ايسا انا ممكن اصغر ده اصغر دي لغاية لما توصل في الاخر تبقى صغيرة جدا 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 هلاقي ان في الاخر البي اللي هي thickness ده بتده يبقى اكبر من الحاجة اللي انا جايبها من ال direction ده اوكي فعمتا اقدر استعمل الطريقة دي بس ابقى متأكد ان انا ال value بتاعتي طالت اكبر من دي minimum دي لو طالت اقل من دي minimum يبقى انا محتاج ان انا استعمل strip تانية يبقى فيها ال b بتاعتي تبقى اصغر كفاية ان انا اقدر رئيس ال size thickness بتاعي من غير ما يكون فيه اي 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 limitation عليه زي ما احنا شفنا في جزء بتاع ال artifact ساعات بيبقى ال skull bone نفسها بتعملي artifact اللي هو كنا بنكلم عليه ان احنا كنا بنقول عليه ان هو يعني بيعملي حاجة زي ghosting كده للايه لل edge بتاعت ال skull او حقيقة ال edge دي او ghost دوت بيبقى اساسا جايلي من reconstruction method يعني reconstruction method نفسها بيبقى عندها برضو limitation او هي نفسها بتبصها على الحلول اللي هي بتطلعها في ال image reconstruction algorithm بتاعها وبتاعة تحاول تعملها regularization بحيس انها تعملها smoothing فدي ممكن تعملها artifact اللي بقول لكم عليه دوت فدلوقتي عشان ندرس ال effect بقى او الطريقة بتاعت reconstruction بتاعتنا هل هي efficient او مش efficient بيبقى عندنا مشكلة لما نيجي نستعملها في phantom بيكون يعني بيكون مبارا مية مية وخلاص اوكي فالمشكلة ان عايزين نحط حاجة بقى بتمثل لنا ال attenuation coefficients العالي جدا بتاع البون ده عشان يبقى included معايا في reconstruction method اللي انا بحاول اعملها evaluation فاللي بيحصل ان احنا بيبقى عندنا يعني فيه phantom كده بقى تيفلون ring كده تيفلون ring دي بنحطها حوالين الفانتوم العادي بتاعنا اللي هو مليئة مية اوكي او نحطها حسب بقى الفانتوم لنا عايزة تشوفه عبارة عن ايه ممكن نحط اي فانتوم هنا فالحاجة اللي برا دي actually بتبقى simulating the skull bone بحيس ان احنا لو فيه عندنا artifacts بتظهر مع the skull bone بتبقى ان لنا بقى في phantom كمان اوكي فالهدف بتاعها التاني نحنا simulate the skull bone في data اللي احنا بنقاسها من phantom طبعا من غير the simulation دوت احنا مطالع نتائج ممكن يبقى شكلة لطيف جدا في الفانتوم بس ممكن لما نستعملها على الهدد مثلا نتيجة للكنترست كبير بين ال skull bone وبين التيشوز الموجودة في ال brain هنلاقي ان في عندنا بعض الارتفاكس ممكن تظهر وممكن ما تبقاش accounted for بترية reconstruction بتاعتنا اوكي فالفانتوم اللي simulating skull bone ده بيبقى مفيد جدا في ال evaluation بتاع ال reconstruction algorithms عشان نتاكد نها بتهاندل ال attenuation بتاعت ال skull bone من غير متاع من الارتفاكس الحقيقة بالنسبة للمكنة ct بيقى في عندنا طبعا start up و test procedures لازم نتابعها اوكي فبداياتا لازم نحنا نتابع manufacturer recommended procedures لازم نحنا بيقى في عندنا مثلا manufacturer بيقول نحنا عندنا كل شهر لازم نعمل calibration بشكل فلاني يبقى لازم كل شهر نعمل calibration بشكل فلاني وال testing برضو يتعمل بشكل فلاني لازم برضو يتعمل بشكل فلاني ما يفعش ان احنا نعمل حاجة مختلفة عن اللي عملها manufacturer او manufacturer بيقترحها اوكي الحاجة التانية باسيكلي ان احنا لازم ان احنا يعني نصور صورة او عادة بنطلع ال table خالص برا الجانتري ونعمل حاجة بنسميها test image كده من غير ما نعمل اي emission ال radiation فدي بتساعدنا الحقيقة عشان ن confirm ان الايه ال operation بتاع ال imaging system بتاعنا نوا correct فالحقيقة دي فيها ميزة ان احنا لو في عندنا اي ارتفاكت مسلا او في عندنا اه نويز جايلنا من حتة او فيه feed through مسلا جايلنا من يعني السنسور دي في الاخر موجودة عندنا بتتوصل في الاخر data بتاعتها على طريق electrical signals لو حاصل باي شكل من اشكال ان في اي نويز جاي عليها او اي interference بينها وبين حاجات تانية لو احنا بنعمل من غير x-ray مفروض نطلع لنا الصورة بتاعديتها اللونة اسود لو في ال interference ده موجود هتطلع لنا الصورة فيها حاجات هتبقى لنا ان في مشكلة موجودة في ال system الحاجة التانية بعد كده ان احنا لازم ان احنا قبل ما نستعمل الماكين هنعمل لها حاجة اسمها warm up دي معناها ان احنا لازم نسخن ال x-ray tube لغاية لما تبقى خلاص ready ونبتدي نستعملها مش سحسنش ان احنا نستعملها وهي لسه cold ونفس الكلام برضو ال calibration لازم نستعملها او لازم نعملها واحنا ما عندناش اي مثلا حاجة بنسميها radiation absorbing material على الجانتري بتاعت السكانة otherwise بيبقى ممكن يبقى فيها عندنا مشكلة الحقيقة ان هي ممكن ديتا تاعتنا يبقى فيها errors زي ما كنت بقول ال calibration ده بيبقى حاجة مهمة جدا ولازم تتعامل الحقيقة واللي بيعملها عادة المانيفاكشورر اوكي بعد ما بنعمل ال calibration دوت بيبقى فيها عندنا كذا حاجة كده مفوض نعملهم جوه السايت بتاعنا بحيث ان همنتين الكواليتي بتاعت المكناة بتاعتنا طول ما هي شغالة يعني بيبقى عندنا حاجة اسمها qualitative tests دي بتبقى performed daily or weekly وفي حاجة اسمها stability tests بنعملها كل شهر والانيوال تاست بتبقى ايه كل سنة الحاجات اللي زي كده بيبقى عندنا عادة يعني بيبقى عندنا history للمكناة بتاعتنا يعني بعد ما نعمل ال calibration على طول بناخد صورة ونعمل بقى شوية figures of merit اللي احنا حسبناها اللي احنا كلمنا عليها اللي هي special resolution حاجات دي كلها بنقسها فعلا من على المكناة ونخلط ديتها دي عندنا ونيجي بعد كده بقى لما اجي اعمل مسلا stability test مثلا اجا قارن دي كل شهر بعضيها لو لقيت ان في اختلاف كبير او لقيت في اختلاف شكله غريب في واحدة من دي بقى عارف ان في حاجة فيها مشكلة اوكي فدي ميزة الحقيقة نبقى عندنا history للمكناة بتاعتنا عشان نقدر نقارن بيه طول ما احنا ماشيين اوكي نفس الكلام بالنسبة لانيول test انا بيبقى عندي set of test موجودة كده واقارن بيها طبعا لما بقى عمل حاجة daily بيبقى حاجات قليلة لما بقى عمل حاجة monthly بتبقى حاجات اكتر شوية annual بقى مفروض ان انا اعمل very comprehensive test للايه للمكناة بتاعتي اوكي فلما بكلم مسلا على suggested daily or weekly tests دي بتتعامل عادة بال technician technician هو بيشغل المكناة عادة الطبيب ما بيشغلش المكناة الطبيب بيشخص الصور يعني هو بيقول له هو عايز يعمل scanning لايه وال technician بيعمله وفي الاخر هو بيجي يشخص الصور اوكي فعادة التكنيشن هو اللي بيشغل المكناة فممكن هو يعمل daily و weekly tests دي بتتعامل ان احنا نتست الهيموجينياتي بتاعت الصورة نتست الpoint spread function ونتشكل x-ray tube voltage دي الحاجات دي كلها ممكن تتعامل على المكناة نفسها لما بكلم على monthly tests بقى دي بتتعامل يا اما بالservice personnel او technicians يعني بتمكلم على ناس مثلا يا اما ناس جايين من الشركة يا اما يكون في ناس في المكان نفسه لو احنا بتكلم على مستشفى مسلا عندها personnel متمرنين على المكناة دي مفروض ان هم يعملوا الاختبارات دي في monthly tests دي بنتكلم على spatial resolution على positioning accuracy على linearity على slice thickness اوكي نقيسي الحاجات دي عشان تبقى عندنا وزي ما بقول كده بنقارنها بالشهر اللي قبل كده ال annual test بقى بنتكلم على combination من كل الحاجات اللي هتكلم عليها دي وعادة بتعامل بقى واحد بسميه physicist كويس فيزيائي بيبقى موجود فيزيائي ده او فيزيائي او مهندس بكلم على مهندس هندسة طبية حد بيبقى high that knowledge. of education. واعرف الحاجات دي معاناها ايه. الحقيقة مزيتهم اا في الجزء بتاع medical physoyiks بالذات انهم الحقيقة عندهم دقة جامدة جدا. وعندهم الحقيقة طرق بتاعة او ازاي ان هو يعمل عشان وايس حاجة بيبقى جدا شاطر فيها. اوكي? فالحقيقة بيبقى فعلا فيه nhân chased موجود عندنا في المستشفى او يكون فيه عندنا مهندس يبقى متمرن على الحاجات بتاعت biophysics دي او medical physics دي بحيس تقدر ايعمال. فطبعا بنعمل ديلي والويكلي تاست كلها بنعمل الجزء بقى بتاع الاندكس اكيريسي والتيبل بوزيشنين تاست ان احنا نشوف التابل بتحرك مضبوط ولا لا والجزء اللي احنا بيبقى اندكيت بالنسبة لنا احنا بنصور او احنا بنبوزيشن البيشن ان هو ده الزيرو يتاكد ان هو فعلا الزيرو بنعمل كونترا سكيل تاست بنعمل ديستانس اكيري تاست بنعمل بيشن دوز او سي تي دي اي اللي هو السي تي دوزي اندكس بنئيسو برضا اوكي فدي طبعا حاجة م معقدة علشان يعني يعملها حد زي تي كنيشن مسلا اا طبعا احنا بنكلم على الحاجات اللي فاتت دي ده الايديال سي توييشن طبعا لو عندي امرجنسي ما ينفعش ان اقول والله ده لازم اسخن الاول ما ينفعش اقول لي اكس ريي تيوب لازم تسخن لا ما ينفعش ممكن اعمل الكلام ده طبعا هو يعني ممكن استعمل السي تي تيوب على طول في اي وقت بس طبعا بابعارف انها طبعا بتأثر عمر السي تيوب بتاعت السي تي وطبعا السي تيوب بتاعت السي تي ما هيش رخيص فعلا بابعارف من المكنه وما يستحسنش طبعا انا بقى بعمل الكلام ده كتير اوكي في نفس الوقت انا بكلم على ان لازم كل التاست اللي بكلم عليها دي نعملها right after the installation of the equipment اوكي عشان يبقى عندي ريكورد عشان يبقى انا لما اجي مسلا دكتور يقول لي على فكرة الصورة بيت اوحش اوكي اقول له اوحش بالنسبة لايه اي بقى عندي دلوقتي اعمل التاست دلوقتي الاختبارات بتاعت المكنه دلوقتي وقارن بالاختبارات ساعة منا يعني اول ما ممكنه جات اوك او الشهر اللي فات او الشهر اللي قابليه بحيس اشوف ازا كان في اختلاف فعلا ولا دكتور هو بيتهيق له اوكي لان بعض الاحيان الحاجات اللي فيها qualitative measures زي الدكتور قولك ان شكل الصورة مش واضح او شكل الصورة اكتر او شكل الصورة مش عارف يعني في حاجات انا مش شايفها كنت باشوفها قبل كده في حاجات كده بتبقى صعبة ان احنا نعمل لها definition لازم نوثقها بدوكومنتز يبقى عندنا الاختبارات بتاعتنا من اول مما كانت جات خالص بكل الاختبارات الشهرية واليومية والس الثانوية والحاجات دي كلها تبقى موجودة عندنا بحيس نقدر نتراك لو حصل اي تغيير نقدر نعطوه نرجع ونعرف التغيير ده ابتدى من امتى وايه اللي فيه بالزبط اللي فيه مشكلة الحقيقة في حاجات كتير ممكن احنا نبص عليها بالنسبة للجزء بتاع السي تي دوت انا الحقيقة بنصح الناس اللي انتريست في السي تي انها تتقي تقرأ اكتر شوية في السي تي اميرجي كونستركشن في بعض الحاجات اللي انتريستنج والحقيقة اللي انا شايفه دلوقتي ان التكنولوجي بتاعت الس التكنولوجي فيه حاجات كتيرة لسه متعملتش زي مثلا ازاي نحن نريكنستركت يعني ديتا يعني فيها ارتفاكس يعني فيها مثلا متل ارتفاكس مثلا او فيها مثلا بلوكتج مثلا فيه جزء صغير من من الفيردو فيو بس اللي نقدر نشوفه او نقدر نحسب له ديتا او مثلا في بعض الحاجات اللي احنا عايزين نعملها بحيس ان احنا نريد ان نريكنستركت صورة بكواليتي عالية وفي الوقت نفسه الاندكس الستي دي اي بتاع اللي هو الستي دوز اندكس يعني يبقى اقل ما ما يمكن ها قادي كلها فيها شغل كتير حقيقة وشايف ان هي ممكن تبقى بتاع الـ CT انا كامل بعدكها جوزة تاع الـ CT image construction ده في مجموعة محاضرات تانية بنسميها الـ medical image construction ودي ممكن الناس ترجع لها لو هي حابة تـ go further بالنسبة لموضوع الـ CT image construction